الأهلي لا ينسحب قاعدة وأسس ومبادئ يتوارسها جيل بعدين الأهلي قال كلمته ألعب في أي مكان في القارة أنا الكبير أنا اللي ما يهمنيش ألعب فين بس برضو يهمني الحق حق النادي المستحق أنه يلعب في ملعب محايد يلعب في أجواء فيها عدالة ولو الكاف مصمم أو بيترصد ماشي ما عندهاش مانع نلعب في أي مكان ماهو الكبير ما بيخافش الكبير يتخاف منه ويتعمل له حساب مش العكس والنهاردة الأهلي قال ماشي بالبلد كده قال نعديها بس حقه أكيد مش هيسيبه والدنيا كده كده بالدور وهنشوف موسيقى 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 يعلن بحضراتكم مرة أخرى حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة النادي الأهلي ألها بوضوح نلعب في أي مكان في القارة خلاص في اجتماعه النهاردة كان فيه قرارات حاسمة جدا اجتماع بين مجلس دولة النادي الأهلي وشركة النادي الأهلي الأقراط القدم قرارات في منتهى الأهمية ثمان قرارات فيهم الخلاصة وفيهم الزكاء الكبير ودي الإدارة طبعا فيه قرارات حماسية وفيه حاجات الجمهير بتبقى عايزاها وفيه تفاصيل كثيرة جدا بس كل قرار بتاخده الإدارة له حساباته حساباته الحالية القريبة وحساباته المستقبلية هنتكلم على قرارات النادي الأهلي وهنتكلم عن تفسير هذه القرارات قرار قرار تعالوا نبدأ النهاردة أول هذه القرارات أكد النادي الأهلي على اعتزازه بعلاقة طيبة مع كل الأندية المغربية وأنها ليست طرفا فيها الأزمة وأن موقف النادي خاص بالاتحاد الأفريقي فقط ودي نقطة في منتهى الأهمية عشان يأكد للناس أنه رايح المغرب البلد اللي دايما تصطديف الأهلي وكل الفرق المصري بشكل محترم دون أي مشاكل أو دون أي أزمات ونستندن الاستيبال الجاية كالعاد ثانيا خوض المباراة النهاية في أي ملعب داخل القرارة الأفريقية علما بأن النادي لم يتلقى أي مكتبات من كاف بشأن المباراة حتى الآن وأن النادي يتمسك بحقوق المشروعة في المطالبة بتنفيذ العديد من الطوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الطرفين أو بين الفريقين خليكم معايا بس واحدة واحدة يا جماعة واحدة واحدة ثانيا دي يقصد بيها يقصد بيها النادي الأهلي أنه عايز ياخد ضمانات وعايز ياخد مساحة في الملعب أو أماكن في الملعب أو ساعة في الملعب مناسبة عايز يضمن تحكيم عادل وهو ده النادي الأهلي اللي يقصده فيه ثانيا اللي أكد فيها أنه يلعب في أي مكان في القار طيب ثالثا نروح لسالسا وسالسا في منتهى الأهمية أيضا يلا بنا التأكيد على أن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية جاء تصعيدا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الأفريقية وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم ده كان محترم عشان المستقبل رابعا الاستمرار في دعوة النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية أي أن كانت النتائج المرحلة القادمة سلبا أو إجابا من كافة الجوانب يعني كده كده مش هسيب حقش خمس رقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب مباراة النهائية للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الأفريقية والذي لا يتصق مع قواعد اللعبة النظيف والرد على كل ما جاء في البيانات التي تصدرت من كل الأطراف في هذه الأزمة مؤتمر صحفي عالمي بعد المباراة مش قبل المباراة عشان النادي يحافظ على تركيز الفريق قبل هذه المواجهة فأقامة المؤتمر لا بد أن يكون بعد المباراة سادسا تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة الكابتن محمود الخطيم وتضم ياسين منصور رئيس الشركة الأهلي وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي سعد شربي المدير التنفيذي وعمر شهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي للكرة القدم بالإضافة إلى المستشار القانوني لشركة الأهلي للكرة القدم كلها قامات كبيرة سابعا التأكيد على الثقة الكبيرة في فريق النادي الأهلي ومنظومته بالكامل وقدراتهم العالية وتقدرهم للمسئولية اللي هي حيتحد بها كل الظروف واللعبة في أي مكان داخل أو خارج القارة الأفريقية وتحقيق أفضل النتائج الذي تغليق بالنادي ده كلام مهم جدا تحفيز الفريق وأنه النادي الأهلي أو إدارة النادي الأهلي تقول لهم ركزوا في المباراة ثامنا البند الأخير اتغاز كافة الإجراءات الإدارية ومخاطبة الاتحاد الدولي بخصوص الاستداءة لازل تلقى لعيبه الأهلي المحترفين لأنه نضمهم لمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية يوم 30-05-2022 وتعارب مع موعد المباراة النهية لدولي الأبطال ويؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي أنه في حالة منعقاض مستمرة ده بيان محترم أو قرارات محترمة جدا من النادي الأهلي تقترب من المثالية إن لم تكن مثالية بالفعل هتقول لي يعني هو إيه الجديد؟ هقولك ما هو ده الجديد؟ الجديد إيه؟ إنك تحافظ على الخطوات الزكية اللي عملتها الفترة الماضية الأيام القرية الماضية ده تجميع لبيانات ومخاطبات النادي الأهلي في هذه القرارات هتقول لي طب ما كنا عايزين انسحاب طب ما كنا عايزين قرارات قوية طب كنا عايزين اشتراطات على الكاف طب كنا عايزين نعمل مش عارف إيه كل الأمور دي مش بالساهل كده مش بالساهل كده كل حاجة وليها تمن هل الأهل هيقدر يدفع تمن الحاجات دي كلها ولا لأ؟ وأصلاً أنت دلوقتي رايح للمحكمة الرياضية فكل كلمة وكل قرار محسوب عليك كل كلمة وكل قرار محسوب عليك في ملفات ومستندات تقدم من الطرف الثاني للمحكمة الرياضية وقت ما يبقى فيه قضية فكل حاجة لازم تتعامل باحترافية شديدة شديدة جداً طيب أصوات نادت أصوات غير احترافية نادت أنه الأهلي يعني سحب ده الأهلي ده كبير الكارة أهم النادي في أفراكيا أفراكيا هي اللي تزع على الأهلي مش الأهلي اللي يزع عليها مش ده كلام منطق طبعاً الأهلي لما يلعب في أفراكيا المستوى المادي بتاع البطولة بيزيد الرعاية بتزيد النادي الأهلي يحكمته الكبيرة بالأسماء الكبيرة بتاريخه الكبير كل ده بيزود البطولة بس الكاف هيخسر جزء كبير النادي الأهلي يخسر كتير ليه؟ تعالي نقولك الأهلي لو انسحب هيحصل إيه؟ هنعرض دلوقتي وتمشي معي واحدة واحدة بالأرقام وبالتفاصيل اللي جاي ده كله من آخر ميزانية للنادي الأهلي من آخر ميزانية من النادي الأهلي الأول بس أقولك من الناحية الإدارية هيخسر إيه الأهلي لو انسحب هيستبعد الكاف الفريق المنسحب من المشاركة في أي من موتوراته لمدة عامين وتوقيع غرام عليه قدرها 100 ألف دولار ده الشكل الإداري أو اللي كيف هيعمله هيبعد الأهلي عامين وهيغربه 100 ألف دولار تعال بقى خش تعالي بعضه من الناحية المالية ودي بقى المهمة جدا اللي الأهلي وإدارة النادي الأهلي فكرت فيها كويس جدا عشان مش بالساهل يعني لقى لا هيخسر إيه؟ ملايين تعالي مش واحدة واحدة ميزانية النادي الأهلي 2020-2021 أخر ميزانية للصدرة في يونيو الماضي بلغت إرادات النادي الأهلي 941.4 مليون جنيه بزيادة أكتر من 29 مليون جنيه عن العام المالي العام قبل الماضي مقابل مصرفات قيمتها مليار تقريبا واحد مليار جنيه بزيادة 183.6 مليون عن العام المالي قبل الماضي طيب ده زهب معظمها لإيه؟ يعني خب بالك كده في عجز 183 معظم الإرادات دي زهب معظمها لصالح نشاط كرة القدم اللي زادت مصرفاته أكتر من 115.4 مليون جنيه العام الماضي وفقا للتقرير المالي الصادر في الميزانية دي أرقام كتيرة بس اللي جاي هيبقى أسهل طيب بلغت نسبة الإهلاك 11.6 مليون جنيه وفقا للإجمال العجز المالي في ميزانية النادي الأهل بشكل عام 158 مليون جنيه طيب الأهل يحقق إرادات كميتها قل بلغت بقى من أرقام الجادي الأهل يحقق إرادات كميتها 550 مليون جنيه من نشاط كرة القدم بزيادة 233 مليون جنيه عن العام الماضي لكن مصرفاته على كرة القدم وصلت إلى 660 مليون جنيه بزيادة 115 مليون جنيه عن العام الماضي يعني الأهل عنده خسائر في كرة القدم 115 مليون جنيه دي الميزانات الرسمية لصدرة من النادي الأهلي مش معلومات مجهلة يعني معلومات رسمية ومنشورة يعني طيب بلغ اجمالي الخسائر في نشاط كرة القدم عن العام الماضي 109 مليون جنيه مقابل 227 مليون جنيه خسائر العام قبل الماضي ساهم لكز بقى بديه لكز بديه قوي ساهم تحقيق فريق الكرة اللي قبايب طولة أفريقيا والصورة الأفريقية في زيادة الإراطات لحصوله على حوالي 63 مليون جنيه ده بالإضافة إلى 50 مليون جنيه تقريبا من مشاركته في كأس العالم للأندية يعني بتتكلم في 113 مليون جنيه يعني تقريبا 20% تعال نشوف لبعضه 20% من ميزانية النادي الأهلي هو ده اللي جاي يوم تبلغ ارادات الأهلي من الفوز ببطولة دولة أفريقيا والصورة الأفريقية ولمشاركة في كأس العالم للأندية ما يزيد عن 20% من ارادات كرة القدم لما كان بقى ارادات كرة القدم 550 مليون جنيه هم نتكلم في 113 مليون جنيه النادي الأهلي بياخدهم من بطولة أفريقيا وكأس العالم للأندية من 550 مليون جنيه بيخشوا للنادي الأهلي من قرات القدم اراداتهم من قرات القدم طيب ده يعني تؤسس المشاركات وبطولة الأهلي الأفريقية والمشاركة في كأس العالم للأندية على ارادات الرعاية والبث الفضائي ده تكملها يعني الرعاية والبث الفضائي بالتبعية يعني الأهلي لما بشارك في أفريقيا وبيشارك في كاس العام الأندية حقوقه في البث وحقوقه في الرعاية طبعاً بتزيد والأرقام بتزيد اللي بتتعرض عليه الأهلي يحصل من الشركة الرعاية على 113.4 مليون جنيه من الحقوق التجارية و92.5 مليون جنيه من البث الفضائش ده معناه إيه؟ أنا فاهم الأرقام كثيرة بس حبيت أعرضها لحضرتك عشان تفهم معايا الأهلي هيخسر إيه؟ هيخسر 20% من إراداته لدخلاله من كرة القدم اللي هي أصلاً كلعبة في النادي أو نشاط في النادي بيخسر في الآخر على فكرة دي مش حاجة كرسى يعني الأهلي والزمالك دائماً بيصرفوا أكتر ما بياخدوا على كرة القدم بيصرفوا كتير فبيصرفهم رواتب وعقود وكلام ده كله بتبقى أكتر بكتير من المكاسب اللي بياخدوها طبعاً الأهلي بيحاول يطور في ده الزمالك بيطور في ده كل أنداء بتطور في ده بس من زمان من قديم الأزل دائماً الأهلي والزمالك بيصرفوا على كرة أكتر طيب الأهلي بيخسر مية وكسور مليون جنيه في كرة القدم كل سنة و20% من مكاسبه ده 20% ده الرقم اللي بعيد عن الرعاية والبس الأرقام الغير مباشرة الأرقام المباشرة 20% من مكاسبه من كرة القدم يعني تقديباً الربح من أو التالت يعني كمان من المشاركات الأفريقية وكأس العالم للأنداء فأنت لو مشاركتش في أفريقيا أو مشاركت في كأس العالم للأنداء هيقل معك يعني بجانب العشرين في المائة دول هيجني ده أو هيجني سمار ده كمان خسارة في عود الرعاية خسارة في البس البطائي خسارة في أشياء كثيرة جداً لما الأهل يخسر كل ده هيحصل إيه أنا بقول لها حركة مشجع للنادي الأهل هيحصل إيه هيجي النادي الأهل يقول لك لا أنا كده مضطر أبيع اتنين أو تلات أو أربع لعيبة من المهمين اللي عندي عشان أعوض واحد اتنين هيجي يقول لك أنا ممكن ما بقاش عارف أعمل صفقات جديدة تلاتة أنا ممكن ما يبقاش عندي نفس الرعاء أو نفس الرقم حق الرعاية اللي بيجيلي كل عدد من السنوات بنفس القيمة اللي بيجيلي في السنوات المضاية ده كله هيأثر على فريق الكورة هيأثر على النادي بشكل عام أربعة دي نقطة في منتهى الأهمية إنه هيبدأ النادي الأهلي يخش في عجز مالي له علاقة بالرواتب والعقود اللي احنا دايماً ما نسمعوش عن النادي الأهلي استثناءاً واستثناءاً عشان كل اللي أنا قلته ده بطولات كثيرة وعظيمة للنادي الأهلي بتفرق معاه بطولات كثيرة النادي الأهلي بيحقق عشان كده بيكسب مكاسم مالية ضخمة وكبيرة عشان كده بياخد حقوق بس أكبر عشان كده بياخد رعاية أكبر كل ده عشان مشاركاته الأفريقية والعالمية في كأس العالم للأندية عشان كده أنت كمشجع مش هتلاقي النادي الأهلي بيشتري لعيبة كبيرة مش هتلاقي النادي الأهلي بيجيب محترفين كبار مش هتلاقي النادي الأهلي بيدعم الفريق بشكل كويس هتزعل على الأهلي ونتيجه في الدوري قبل ما هتزعل عليه قدام النادي الاهلي وبالمناسبة القريب بقى المستقبل القريب ده الاهلي لو كان فكر مثلا يس او يعني ينسحب من المباراة النهائية ايه اللي هيحصل ما فيه عود رعاية والعود دي فيها اشتراطات انه الاهلي اللي يلعب بالبطولات ديه ولو كسر البطولات ديه هياخد فلوس معينة وكلام ده كله فالاهلي هيبع عنده مخالفات فقوده هيبع عنده مشاكل فقوده واموره المالية فيه عواقب كثيرة جدا عواقب كثيرة جدا اه الاهلي نادي دائما لا يعاني الازمات بس بالمناسبة النادي الاهلي ياخد قرود مالية وبياخد قرود يعني كل الاندية في مصر بتحاول تسدد ديونها وتسدد الحاجات اللي عليها والالتزاماتها بشكل جيد النادي الاهلي اه صحيح ممكن يكون بياخد قرود بس بيقدر يسدها وبيقدر يتعامل مع هذه الأمور بشكل جيد انت مش حمل مشاكل مالية كبيرة الأمور مش مجرد مباراة ولا مجرد بطولة ولا مجرد فرد ادراعات كده وتقول لا انا نسحب انا مش عاجب من الوضع كلام ده كلام يقوله الناس غير المحترفة غير المهنية اللي ما تعرفش التفاصيل الادارية اللي المفروض النهاردة القماط اللي كانت موجودة في اجتماع مجلس دارة النادي الاهلي وشركة كورت قدم اكيد عارفينها كواسي انت بتتكلم في الكابتن محمود الخطيب طبعا خبرات ادارية كبيرة جدا في النادي الاهلي بجانب نجومية كبيرة انت بتتكلم في ياسين منصور رجل اعمال كبير وناجح انت بتتكلم في طبعا كل دول مع حافظ الالقاب العظيمة ليهم يعني عن مصطفى فاهمي اللي كان موجود في الكاف وكان موجود في الاتحاد الدولي كمان انت بتتكلم سكرتيرا عام الكاف وكان ضئيس لجل المسابقات في الفيفا يعني انت بتتكلم في حاجة كبيرة جدا حسام غالي وقمته الكبيرة عامر شهين وكان موجود في الكاف لسنوات عديدة فانت بتتكلم وكمان النادي الاهلي دي معلومة بقى والله لحضراتكم تواصلوا مع محامي اجنبي خبير جدا في هذا الاجتماع خبير جدا في كل هذه الظروف وتواصلوا معاه في هذه القرارات عشان يشوفوا ايه الصح فيها وايه الغلط فالقامات الكبيرة دي اكيد ما عملتش حاجة ضد مصلحة النادي اكيد عملت اللي في مصلحة النادي مية في المية في حاجات احنا منيبقى شايفينها في حاجات ممكن نحللها زينا انا حللتوا لحرارة كمداتية في ارقام نهاية دورة ابطال افريقيا وفيه امور كثيرة اخرى انا ممكن ما بقاش عارفها وممكن ما ينفعش انها تعلن وادارة النادي الاهلي في الاجتماع النهاردة شافوها وحسبوها بالورقة والقلب اوعى تفتكر انه ما كانش فيه اصوات بتنادي بالانسحاب اه كان فيه اصوات بتنادي بالانسحاب جوه الاجتماع جوه الاجتماع كان فيه اصوات بتنادي بالانسحاب بس في الاخر فهمت وعرفت او تأكدت انه الانسحاب خسارة ضخمة وفادحة للنادي الاهلي اكبر بكتير جدا من انك تلعب مباراة بشكل غير عادل على ملعب الوداد وبالمناسبة الاندى وقال ان انسحب سواء في الاجتماع النهاردة او من الجماهير اكيد ده حبا وغيرة على النادي بس ليس هكذا تتخذ القرارات القرارات تتخذ بدراسة ودرهاية وعلم لو ما فيش علم يبقى مش هتاخد قرار سليم وفي نقطة كمان مهمة النادي الاهلي ما ينفعش فنان بقى قرارة ما ينفعش وهو في افضل احواله وهو في اعظم احواله وهو في افضل فترات تاريخه ما ليكسب بطولتين على التوالي يوصل فاينال تالت على التوالي قريب جدا من الفوز بالبطولة وانت زي ما يقوله كده ايه راكب القارة قرارة انت دايس وماشي بشكل كويس جدا تنسحب بعد كده عقوبات عامين فتبعد عن القارة وتبعد عن اجواء المنافسة دي وانت قريدي اللي مسيطر على كل حاجة يبقى انت بتفرط في حق كبير جدا موجود ليك دلوقتي وده اللي ادارة النادي الاهلي شافيته وخذت القرار السليم عشان كده قرارات النادي الاهلي النهارة زي ما قلت لكم وهكرر انا في رأيي اقرب للمثالية ان لم تكن مثالية طيب ده فيما يخص موضوع النادي الاهلي وانا كل ثقة كل ثقة ان شاء الله النادي الاهلي هيرجع من المغرب بدورة ابطال افريقيا للمرة الثالثة على التوالي اللي في انجاز استثنائي لا يحققه الا النادي الاهلي لأول مرة في تاريخ القارة فريق يفوز بتلع بطولات افريقية على التوالي الاهلي يقدر يعمل ده مش بس احتراما للاهلي وقيمة الاهلي الحالية او تاريخه هو كمان فنيا افضل من الوداد افضل من الوداد بدرجات مش بدرجة واحدة بدرجات حتى لو الوداد لعب على ما لعبه حتى لو الوداد لعب وستجامهيرو فالنادي الاهلي قادر على العودة بكأس البطولة للمرة الثالثة على التوالي ده فيما يخص النادي الاهلي اما فيما يخص نادينا الاخر اللي احنا بنحبه برضو في انجلترا بحب الوطنية والتمثيل المصري الكبير لمحمد صلاح فليفربول دخل تاني في المنافسة على الدول الانجيزي امل جديد لليفربول امل جديد لليفربول النهاردة منشستر سيتي تعادل مع وستهام وستهام كان متقدم بهدفين دونارات في الشوت الاول وفي الشوت التاني تعادل منشستر سيتي منهم هدف سجله مدافع وستهام في مرمى تعادل خلى فارق النقاط يعطي امل لليفربول في المبارتين القدمتين كده منشستر سيتي عنده مباراة واحدة فضلاله قدام أستون فيلا أستون فيلا اللي بيقوده ستيفن جيرارد الناس كلها كلمت النهاردة على ستيفن جيرارد انه ممكن يهدي البطولة لفريقه السابق ليفربول في هدية كبيرة وغالية جدا ليفربول عنده مبارتين تعالوا نشوف الأول السيناريوهات اللي تخلي منشستر سيتي هو اللي يكسب الدوري الإنجليزي بقيادة الكابتن محمد صلاح السيناريوهات تتويق منشستر سيتي بالدوري الأول الفوز في المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا يعلن تتويق رسميا بالدوري الإنجليزي دون الانتظار لمعرفة نتائج مباريات ليفربول أيا كانت النتيجة التعادل أمام أستون فيلا مع عدم فوز ليفربول في إحدى مبارتيه المقبلة تين الخسارة أمام أستون فيلا مع خسارة ليفربول مباراة على الأقل الخسارة أمام أستون فيلا بشرط تعادل ليفربول في إحدى مبارتين على أن يكون فرق الأهداف وقتها في صالح منشستر سيتي أما السيناريوهات تتويق ليفربول بالدوري الفوز في المبارتين المقبلتين كده كده لازم يكسب المبارتين المقبلتين أمام ساوس هامتون وولبر هامتون بشرط خسارة أو تعادل منشستر سيتي أمام أستون فيلا الفوز بمباراة والتعادل في أخرى بشرط خسارة مانشستر سيتي لمباراته بنتيجة تجعل فارق الأهداف في صالح ليفربول صعب عشان فارق الأهداف سبع أهداف كمان زي ما حاراتكم شايفين يمتلك مانشستر سيتي حاليا بلاس 72 فارق أهداف بينما يمتلك ليفربول بلاس 65 فارق أهداف ولكن مع خود مباراة على الأقل وبالتالي فارق الأهداف يصل إلى سبع أهداف بين الفريقين وسيكون على ليفربول تعويده حالتعادل الفريقين في النقاط بآخر جولة نهاردة سيتي دينا الأمل بصراحة على فكرة التعادل زي الخسارة في رأي يعني كده كده احنا مستنيين نتيجة من أسلون فيلا أمام منشستر سيتي في آخر مباراة ولازم ليفربول يكسب المباراتين القادمتين بالمناسبة المباراة الحسيمة أو مبارات الدولة هتبقى الحد اللي جاي الحد القادم إن شاء الله سواء منشستر سيتي مع أسلون فيلا أو ليفربول مع ويلفر عبدون نهاردة اسماعيلي مع الكابتن حمزة الجمل يواصل التقلق مباراة فوز في مباراة اللي فاتت أمام المصري واليوم فوز على السينوميك كيلوباترا بهدفين دون رد هدفاء الإسماعيلي سجلهما باهن المحمدي من راكل الجزاء في الديئة 13 حاول فريق السينوميك كيلوباترا وحاول يضغط على الإسماعيلي ولكن الإسماعيلي تكتكانه فنية النهاردة كان رائعا جدا والفوز على فريق بضربة أحمد سامي ده مش فوز هاين ومش فوز سهل بس الإسماعيلي بدأ يفوق بدأ يتحسن بصراحة قرار حمزة الجمل ده قرار تأخر كثيرا جدا ده هدف عبد الرحمن مجدي أمام حضراتكم الهدف الثاني في الديئة 76 اللي قضى على المباراة تماما الإسماعيلي الآن في المركز 16 ب17 نقطة من 18 مباراة لسه الإسماعيلي محتاج كتير وزي ما كابتن حمزة الجمل النهاردة قال إنه الفريق كل مباراة بيلعبها هي مباراة كوز هي مباراة صعبة بالتأكيد صعبة جدا سلاميكا في المركز العاشر 21 نقطة من 19 مباراة بعد خسارة اليوم الإسماعيلي يتحسن الإسماعيلي أفضل بصراحة خطوة كابتن حمزة الجمل مرة أخرى تأخرت كثيرا جدا مدرب كبير مدرب محترم مدرب يعشق النادي مدرب حاسس بظروف النادي ومدرب يعرف جيدا كيف يحفز اللاعبين وكيف يخرج ما عندهم بكل التفاصيل الممكنة معنا عبر الهاتف واحد من نجوم النادي الإسماعيلي واحد من نجوم الكرة المصرية بشكل عام الكابتن الكبير كابتن عامل الحلواني الكابتن عامل من يوم مبروك الفوز الثاني على التوالي والاستفاقة الجديدة للإسماعيلي لنعمل أنها تكمل إن شاء الله الفترة اللي جاي حبيب كيمو حبيب أخويا طبعا نعمل ما تشرف نعمل حضرتك وربنا خليك كريم حبيب نهاردة الأداء أحسن والمباراة اللي فاتت كان الأداء أحسن والأمور بدأت تتحسن وبعد ما كنا شايفين الدنيا بصراحة كده شديدة ضلمة بدأ يبقى فيه شعاع نور تاني يقول لنا لا الإسماعيلي هيفوق الحمد للأول بس لازم نشكر كابتن حمد إبراهيم ولازم نشكر جازل تاني اللي معاي كله بصراحة أحمد سمير وكابتن عباد السيد وكابتن خالد الناس بصراحة عمل اللي عليهم أعمل شهرين ونص أو ثلاث شهور معانا بصراحة ما تعبوش تعبو 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 معانا بصراحة اتمررنا كثير معاهم وكان في فترة توقف وكتبنا معاهم ماتشات برضو كتبنا معاهم حوالي ماتشين الاتحاد وكتبنا معاهم بس تعارف بقى كيمو الماتشات الأخيرة ما كنتشفت وفيه آخر ماتشين معاهم دي وطلاع الجيش فحصل دربة ككده فمالتدارة قرر لكابتن حمد مباش موجود وجاب بقى أولاد البلد جاب حسن عبد الربو وجاب كابتن حمزة جمل وجاب كابتن أحمد ناوي وكابتن عيمو وكابتن حمص بصراحة ناس محترمين جدا ناس بيحبوا نادي الإسماعيلي ناس جوه المطبخ وتعنادي الإسماعيلي وعارفين طبعا الجمهور بيحب الكورة بصراحة كابتن حمزة نسعة لما جيه هو بتعامل معنا نفسيا وبدنيا ومعنويا شاطر قوي شاطر قوي بصراحة كابتن حمزة جمل في الحتة النفسية يوم ما جي معنا قال لنا جماعة أنتوا لعبة كثيرة ولعبة جمدة جدا بس أنتوا يعني محبطين شوية فبتعامل في الحتة النفسية بصراحة بطريقة هيلة وكل يوم نسترجع على الفيديوهات وفي الملعب برضو بتعامل معنا تكسيكيا برضو واحدة واحدة بيقعد تتكلم معنا والحمد لله كاماتش المصر كان لازم نكسابه يا كريم بأي حاجة لازم نكسابه بأي نتيجة لازم التلاتة بونت لكونوا موجودين الحمد لله حقا نتلاتة بونت خبنا نفاتنا شوية كان فيه فترة طواب بأسبوع دي برضو كابتن حمد جاب للفيديو وقعد يتترجع على أخطاء بتاعتنا وميزاتنا وعيوبنا وعملنا في الملعب وطبقنا واتخرجنا على سراميكا عيبهم وميزاتهم بطراحة كابتن حمزة يعني وضح لنا كل الدراجة صغيرة وقالها فوق الله ويعملوا اللي عليكم الحمد لله عرضة كان فيه روح أهم حاجة كريمة كان فيه روح باللعبة كلها ملوحظ نحب الغازة تكسب عايزين يكسب وديه مهمة أولا كريم صح نسبة انت نازل الحداشة اللعيب الخمسة الاحتلاطي طبعا ما جيبنا الجهون عايزين يجيب تاني وعايزين يجيب ثالث الحمد لله ربنا قرمنا وكمان كان النهاردة الجمهور دفع معنوية غير طبيعية كريم بصراحة في السادة النهاردة يعني اول مرة من ساعة المرات الإسماعيل حس للنهاردة انا بلعب كورة في نادي الإسماعيل ياه ساد جيه حاجة جمدة جدا الجمهور حاجة جميلة جدا عشان عشان يا كابتن عمر مبسوطين وفرحانين جمهور الإسماعيل بقاله ملعب كالإسماعيلية مكشوبوش ولا ماتش غادة في دور السنة دي اول ماتش النهاردة اللي كتابه ساعة لما الدور السنة دي فلا الحياة حلوة النهاردة بصوا بصراحة بصراحة ماتش في الأجواء جميلة جدا بصراحة أجواء كورة فالحمد لله رب العينين ورب نستمر على كده جمهور إسماعيل جمهور إسماعيل يا كابتن عمر كان بقالها كتير قوي ما فرحتش بصراحة الله يكم فرحانه لا لك فرحتش وقف جمبنا كتير قوي يا كريم والله صراحة وصندونا كتير قوي وإحنا عزيزين نعمل حاجة والله العظيم حتى وإحنا نتكلم بنا وبين بعض اللعيبة والله العظيمة كريم ولا في دماغنا أي حاجة احنا كل في دماغنا اللي احنا نخلي المحافظة دي مبسوطة وجمهور الكورة بتاع الإسماعيل عيشوا الأول أخير الكورة صح يعني هم النهاردة مبسوطين جدا يعني المبتينات مأولة بتاكل ولا بتشرب وهي مزاجها الكورة الحمد لله المهاردة احنا آآ في سيبنة وخدنا هذا بونس وكمال الحمد لله احنا يعني بقينا في حتة كويتة اللي إن شاء الله الماضي الجاي ومالحد الجاي مع البنك الأهلي ماضي صعب جدا برضو بس على أرضنا إن شاء الله يكون معنا برضو نفس الجمهور وإن شاء الله كل اللي يكس إن شاء الله تبقى في جنبنا ونكسب إن شاء الله هنبقى يعني بعشرين بونس نبقى نشم من نفسنا إن شاء الله وجود كابتن حسن عبدالربو في الجايز الفني دور مهم جدا بالتأكيد جدا جدا بصراحة يعني كابتن حسن طبعا أولا كان لعيب كبير في نادي الإسماعيلي وكان بيحب نادي إسماعيلي ومن أبناء نادي الإسماعيلي فهو طول وقت ما بيجي يتكلم معنا بيتكلم على على الدعم اللي هو اللازم يا جماعة نادي إسماعي نادي كبير وبصراحة بتعامل معنا كأخوات مش كمدير كرة خالص وقريب مننا جدا وكل يوم معنا كل يوم بيتكلم وأي مشكلة بصراحة بيحلها فإن شاء الله تكمل على خير إن شاء الله ونوصل لمكانك ويسأت ليه بنادي الإسماعيين إن شاء الله عايزيني واحد من أهدافك بقى الحلوة وحشانة بإذن واحد أحد الفترة الجاي بإذن الله وعيدك إن شاء الله هجيب جون واتنين بإذن واحد أحد بالتوفيق كابتن عمر عمر الحلواني واحد من نجوم النادي الإسماعيلي ونجوم الكرة المصرية بشكل عام أنا بشكرك شكرا جزيدا نهار ده كمان مباراة مثيرة جدا مباراة رائعة جدا بين المكون العرب وإمبنتات بالتعادل الإيجابي اتنين اتنين تعلق جون إبوكا في هذه المواجهة جون إبوكا سجل هدف إنبي في ديئة اتنين واشين وتعادل كريم مصطفى المكون العرب من راكة الجزاء في ديئة خمسة واربعين وتقدم محمود محمود عبد العزيز بقى جماعة محمود عبد العزيز للمكونون في ديئة خمسة وخمسين وتعادل جون إبوكا لإمبي في ديئة سبعة وستين جون إبوكا من اللاعبين المتقلقين جدا ضربة الجزاء من سجلها؟ أنا شفت دلوقتي محمود عبد العزيز برضو يا جماعة محمود عبد العزيز هو اللي سجل الهدفين محمود عبد العزيز اسمنا شفت على الشاشة محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز طالت جدا في هذه المواجهة حدفين واحد من النجوم اللي كانوا كبار في نادي الزمالك كان حظه وحش بسبب الإصابة وجون إبوكا كمان من اللعيبة زي ما قلت لكم دايما من أبرز وأفضل المحترفين في الدوري المصري بمقدم أداء رائع جدا ومقدم شكل محترم جدا هو مش من أفضل هو غالبا أفضل محترف في الدوري المصري هذا الموسم بصراحة مهاجم تيه لقويش مهاجم تيه لقوي بيسجل من أي مكان في المال العرب بقول العرب الآن في المركز الاربع 맞아요 ب18 نقطة من 19 مباراة وينبي في المركز الثاني ب24 نقطة من 18 مباراة ده الوضع في جدول ترتيب الدوري الممتاز براميدز وفاركو تعادل سلبي 0-0 الان في المركز الثاني ب39 نقطة من 18 مباراة وفاركو في المركز الثاني ب27 نقطة من 19 مباراة نجمل مباراة الأوحد في هذه الموجهة الكبيرة بين فاركو وبراميدز كان محمد صبحي حارس مرمى فاركو اللي هو غالباً هيكون حارس مرمى منتخبنا الوطني في سنوات قادمة لسنوات عديدة عنده كل الإمكانيات رائع جداً مميز جداً وكان أفضل صفقات فاركو السنة دي بصراحة عامل أداء رائع وعمل أداء مميز محمد صبحي تعلق تعلق شال أكتر من فرصة لبرامنز بيرامنز حاول بكل الطرق ولكن كان متواجد محمد صبحي اللي عمل مباراة خالية لشال عدد كبير من الفرص الصعبة اللي يمكن كي يتمحققها بنسبة مية في المية ده بالنسبة لفاركو وبرامنز وبرامنز كل ما يقرب من المنافسة مرة أخرى على الدوري الممتاز يتراجع خطوة وخطوتين بنتائج سلبية كل ما بنقول إن البرامنز هيخش ويكمل المنافسة مع الأهلي وزمالك ياخد خطوة لورا هو لسه في المنافسة بالمناسبة ولكن خطوات بترجعه لورا وتخليه ما تحسش إن هو عايز ينافس السنادي أو بلاش يمعايز أكيد هو عايز ينافس بس ما فيش جدية في هذا الأمر نقاط سهلة بيخسرها بيرامنز زي ما بالمناسبة الزمالك والأهلي بيخسره نقاط سهلة في الدوري السنادي وهذا اللي ممكن يعطي الأمل لبرامنز على حفاظه على أمال المنافسة تعالوا نروح لأخبارنا النهاردة والأخبار عديدة ومهمة جدا نبدأ بالنادي الأهلي وأزمة جديدة ظهرت على السطح في النادي الأهلي تسبب فيها قرارة حال أفريكي القرارة قدم كاف بتحديد 30 مايو موعدا لنهاء دوري أبطال أفريكا اللي هيجمع بين الأهلي والوداد المغربين النهاردة النادي الأهلي بيتلقى خطابات من اتحادات تونس ومالي وموزنبيك لاستدعاء السلاثي علي معلول وعليو ديانج والويس ميكيسوني بالمناسبة لويس ميكيسوني كده كده مصاب للانضمام إلى منتخبات بلادهم قبل يوم 30 مايو موعد بدء الأجندة الدولية والنادي الأهلي النهاردة في قراراته اللي أصدرها في اجتماع مجلس الإدارة أي أنه يخاطب الاتحاد الدولي بخصوص هذا العمر المغربي بدر بنون اللي وحشنا اللي حابين نشوفه في الملعب مرة أخرى اللي تعرض لبعض المضاعفات في القلب بسبب كورونا هنتظم فيه تدريبات النادي الأهلي عصر اليوم الاثنين بعدما عاد إلى القاهرة بعد إثبات الأشعة والتحليل للطباء تحسن حالته مصدر بالنادي الأهلي قال لنا في رقم عشرة أن بادر بنون سيأخذ برنامج تأهلي وهيقوم بإجراءات فحوصات وأشعة بصفة منتظمة لاتبنان على صحيته تماماً قبل أن يصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات والمتوقع لها بشكل مبدئي بعد خمسة واربعين يوم من الآن يعني بدر بنون بعد خمسة واربعين يوم ممكن يرجع تاني في دفاع النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي قرارت تقديم طلب رابط الأنداء وده اللي تكلمنا فيه مبارح من أجل تأجيل مباراة أسنان كامباني في بطولة الدوري المقرر لها يوم 25 مايو الجاري ضمن الجولة الـ 14 المعجلة من الدوري بسبب نهاية بطولة أفريقيا أمام الوداد يوم 30 من نفس الشهر والمناسبة كان معاناً بارح مسؤول أسنان كامباني وقال لنا أستاذ ناصر عبد العزيز وقال لنا أن رونالدينيو المفروضة يتواجد في المباراة دي ولو النادي الأهلي أو اتحاد الكرة أو رابط الأنداء عفواً أجلت هذه المواجهة فرونالدينيو هيلعب مباراة استعرضية مع عدم من نجوم الكرة المصرية بدل تواجده في مباراة النادي الأهلي بيتسو مسيماني المدير الفني لأهلي عقد جلسة مع أحمد دبيل كوكا لعب الأهلي الشاب أبدأ خلالها غضبه من عدم تنفيذه للتعليمات الفنية بعد مشاركته بديلاً أمامه فاكس تيف بالإضافة إلى حصوله على إنزار رغم لعبه لمدة لم تتخطى لعشر دقائق مسيماني طلب من كوكا التركيز في الفترة اللي جاية حتى لو كان هيلعب ديها واحدة بس وهدده بالاستبعاد من المشاركة حال تكرار الأمر حلو الكلام ده دائب صغير محتاج أنه يتوجه محتاج أنه يتنبه على حياة صغيرة زي دي ده كلام محترم ساعات اللي فاتت ده بالنسبة لأخبار نادي الزمالك حصلت صلاة بين محمد ونجم ومسؤولي الوداد المغربي اللي معرفت رغبته في العودة لصفوف الفريق بعد اقتراب انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي ونجم أكد أنه مرحب بالعودة لصفوف الوداد وكمان في جلسة تجمعه مع مسؤولي الوداد لاتفاق على بعض الأمور المادية برضو شكبالة بقى خارج أو أصبح خارج مباراة طلاقة الجيش المقارنة لها يوم السرساء المقبل شكبالة بيعاني من إصابة بشد فيها العضلة الخلفية وبيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي واللي موجود في الزمالك يسد بس إصابة شكبالة مع النقص العددي في نادي الزمالك من العناص بسبب قصة الكد أي لعب يغيب عن الزمالك هيأثر ولكن زي ما قلت لكم الباقي يسد والباقي يسد إمام عشور هيكون متواجد في التشكيل الأساسي للزمالك أمام طلع الجيش بعد غيابه عن مباراة أمبي الأخيرة للإقاف بريرة عقد جلسة مع إمام في التدريبات الأخيرة وطلب منه ضرورة التركيز ولعب الكرة من لمسة واحدة رمضان صبحي لعب براملز رفض المحاولات اللي بيبزي لها مسؤولي نادي الزمالك من أجل إقناعه بالانتقال إلى الفريق بداية من الموسم المقبل مصدر داخل براملز أكد لرقم عشرة أن رمضان بيرفض الانتقال إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وأنه متمسك بتكرار تجربة الاحتراف الخارجي وفي حال عدم تلقي عروض مناسبة هيستمر مع براملز أنا بقول لكم رمضان صبحي غالبا مش هيستمر بقى براملز غالبا وغالبا ممكن يروح الزمالك يعني آس عيح ورفض الأول أو مش رفض يعني طلب من مسؤولي نادي الزمالك أنهم يصبروا عليه عشان يشوف عرض خارجي بس أنا أعتقد أن رمضان صبحي ممكن ما يبقاش عنده عرض خارجي وممكن يروح نادي الزمالك بس هي الفكرة في قصة رمضان صبحي حالكم عارفنا هي القصة أنه بياخد راتب كبير راتب سنوي كبير تعاقده كبير جدا فهل هيتنازل أو إما نادي الزمالك يتفعلوا الراتب ده إما يتنازل عن بعض من الأرقام اللي كان بياخدها في بيراملز نشوف الأيام اللي جاية هتقول لها طريق حامد دخل حسابات الجهاز الفني المنتخب مصر بكاتر كاتر إيجاب جلال عشان ينضم في معسكر المنتخب اللي جاي سعدها لمواجهتي غينيا واثيوبيا في تصفات كاتر الأمور الأفريقية 2023 والمقارنة لها يومي خمسة وتسعة يونيو المقبل مصدر داخل الجهاز الفني أكل لقم عشرة إن مسألة السن خارج حسابات الكابتن إيجاب جلال والأهم عنده هو مستوى اللاعب قبل الانضمام إلى المعسكر طريق حامد كان خارج حسابات الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بكاتر البرتغالي كالوس كوشت زي ما حراركم عارفين لم يشارك نجم الزمالك مع المنتخب في كأس العرب أو البطولة الأفريقية وكذلك مبارتي تصفيات كأس العالم الحاسمتين من الأسماء المطروحة جدا وكان معانا في مدخلة قبل كده ولمح لقصة نادي الزمالك مهند لشين لعب نادي طلع الجيش ووقع على ورقة رغبة للانتقال إلى نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية من أجل اللعب للقلع البيضاء الموسم المقبل وده لأن الزمالك بيسعى لتدعيم خط وسطه بشكل قوي في الموسم الجديد زي ما قلت لكم مهند لشين قريب جدا من نادي الزمالك إن لم يكن لاعبا في نادي الزمالك الآن طبعا بعد حسم الأمور مع نادي طلع الجيش وهو كان قال إنه خلص ده آخر الموسم دي مع طلع الجيش في مدخلة سابقة وقال إنه طلع الجيش هو هيكون صاحب القرار في رحيله ولكن يبدو إنه اتفق مع نادي طلع الجيش على هذا الأمر برضو فاطة الانتقالات بتقرب وربما يكون موجود في نادي الزمالك أو غالبا موجود في نادي الزمالك نهاردة محمد النيني اتكلم مع موقع سكاي سبورتس الإنجليزي عن تجديد عقده مع أرسنو وقال قلت من قبل إذا كان أرسنو يريدني فهو فريقي وعائلتي لكن هذا ليس قراري ولا بد لي من انتظارهم ليقولوا إننا نريدك منذ اليوم الأول لذا قتيت فيه إلى هنا شعرت وكأننا عائلة نحن نعمل بهذه الطريقة حقا إنه نادي جميل وأنا أتمنى أن محمد النيني يكمل مع أرسنو أتمنى أن أرسنو يجدد لمحمد النيني متقلق جدا في الفترة الأخيرة متقلق جدا نهاردة للتحديل نجيل كورت القدم أعلن التعاقد مع المدير الفني الأسبق للنادي الأهل البرتغالي جوزي بيسيرو لقائد منتخب النسو الخضر خلال المعسكر المقبل استعادة أصفات كأس الأم الأفريقية والمقائلة لنسخة كودفوار 2023 بيسيرو كان من المدربين اللي ملحقوش يقعده آه الفترة اللي يقعد مع النادي الأهلي مكتش نتاج عظيمة بس ملحاش يقعد مع النادي الأهلي عشان كان جاله عرض في بورتو البرتغالي ورحل سريعا عن النادي الأهلي قبل نهاية عقده ده بالنسبة لبسيرو المدير الفني الجديد للمنتخب النجري نروح لمباريات اليوم الأحد من مباريات الأجرات اليوم في الدولة المصر الأسبوع 19 19 زي ما قلت لكم الإسماعيلي فاز 2-0 على سيراميكا في اليوباترا المكان العرب تعادل 2-2 مع إمبيو بيراميدز تعادل سلبيا مع فرقه بدون أهداف وفي الكونفدرالي الأفريقية قيام نصف النهائي أولندو بايرتس الجنوب أفريقي فاز على أهل ترابلوس 1-0 ونهض البركان فاز 4-1 على مازمبي في الدولة الإنجليزية الأسبوع 37 توتنهام هوتسبير فاز 1-0 على البينلي وتوتنهام بيقرب جدا من دور الأبطال وولفر هامبتون تعادل إجابان 1-1 مع نورس سيتي واليستر سيتي فاز 5-1 على واتفورد واليزي يونيتد تعادل 1-1 مع برايتون وأستون فيلا تعادل 1-1 مع كريستال بارست ووستهام يونيتد تعادل 2-2 مع مانشستر سيتي وبرايتفورد فاز 3-2 على إيفرتون دولة إسباني الأسبوع 37 أتلتك بلباو فاز 2-0 على أساسونا وريال مايوركا فاز 2-1 على رايو فيكانو وريال سويسداد فاز 2-1 على فيا ريال وريال بتيس فاز 2-0 على غرناطا وأتلتك مادريد تعادل إجابان 1-1 مع إشبليا وختافي تعادل سلبيا مع برشلونا وريال مادريد تعادل 1-1 مع كادش بالمناسبة ميلان النهاردة كسب فيه الدوري الإيطالي وإنتر كسب كمان في الدوري الإيطالي وفاطل جولتين جولة على الحسم بالنسبة ل ميلان والإنتر ميلان متفوق على الإنتر بنقطتين محتاج نقطة واحدة في المبالاة الأخيرة عشان يحصد لقب الغايب عنه منذ سنوات لقب الدوري الإيطالي بقيادة الأسطورة زلتان إبراموفيتش مباريات الاثنين إن شاء الله 16 مايو في الدوري المصر الأسبوع 19 غزل محلة هيواجه أسنال كامبني الساعة 6.5 وسموحة هيواجه المصر البورسعيدي الساعة 9 مساء وفي الدوري الإنجليز الأسبوع 37 نيو كاسل هيواجه أرسنال الساعة 9 مساء في الدوري الإيطالي الأسبوع 37 يفونس هيواجه لاتسيو الساعة 9 اللارب دي المباريات اللي إن شاء الله هتتلقاب طيب إحنا النهاردة معانا واحد من اللاعبين المهمين جدا واحد من اللاعبين المخضرمين جدا في الكرة المصرية قاد فريقه حرس الحدود للصعود الدوري الممتاز مرة أخرى هيكون معايا بعد الفاصل رضا لويشي مواجم حرس الحدود الحالي والأهلي السابق بعد هذا الفاصل خلينا اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة كل ما عود مع حدي يحكي لي عشر مواقف يحكي لي واحد منهم من غير كصوف لا لا مش عالش عالك كتير مش عالش عالك كتير والله مش عالف عالك تتحكي لا ده هو صعب موظم الحاجات ما بتتحكيش بتاهم محمد بركاته لا لا هو أصلا مش في الدماغو يعني عندها بيروح المطش الدنيا الناس كلها ممكن روح يلعب نهاية عادي يعني الشربات وانت ماشي في الدماغ عادي في الأقضاء عادي ناس مشدودة كلها مشدوعة عادي أصدر عادي كله بيبقى متواطق قريب دايما يقوليك محمد بركاته يقولك كله متواطق لا لو ما تحكش هو أصدره لا ويقولك المباراة فاينل مثلا بتلعب فاينل في دولة أفريقيا هي زي أي مباراة لا عادي هو بالنسبة له أي حاجة في الدنيا لو ما هصدرش اه في المعالة بتعاملت فيك كتير كتير أنا حاسي انت مش عالس تقول بس انفي حاجة ما ينفع مفيش حاجات تينفت حاجة كلها منفشت حاجة للأسف بركات يعني 90% من الموقف منفشت حاجة على الهواء طيب ده حرس الحدود وانت قلت لي انه والد انك تكمل معاهم او والد انك ما تكملش معاهم دي بتاعت النادي يعني حتى اللي أصلا يعني الناس في لما بتصعد دوره ممتاز فيه استراتيجية مثلا ممكن ان أنا مثلا حط في دماغي فيه نادي ممكن يسيب الكلان الفرقة ممكن اجيب اسيب الفرقة بس الاختر بقى ان محدش تعرفوا ان الثلاث فرق اللي صعدوا دلوقتي هتظلموا ليه بقى؟ الدوري بتاعنا هيخلص مثلا اقصى حاجة مثلا كام نخش في حاجة في ثلاثين تمانية واحد تاسعة وكده في الحاجات دي صح احنا مخلصين دوري بقى انا يعني اتبار خلصنا يعني هنقعد مثلا خمس شهور عما الدوري الجديد يبدأ حتى الثلاث فرق دول عمر ما هيبدأ فترة أداده وهو عنده لعيم الدوري ممتاز اه طبعا انت هتبدأ لو بدأنا نفترت بعض شهور اجازة صح هتبدأ بالقوام اللي انت سايبه في النادي بالزبط مش مش هتضم لك حتى للظلم في الموضوع ده برضو الانتاج اه بس نادي بسبب ان هو ما نفس في الدوري الدرجة التانية ان هو نزل بدري نزل متأخر مالحقش يجيب لعيبة خلاص بقى في الامر ركع ولاقى نفسه بلعب في الدرجة التانية بين يوم وليلة خلاص مش لقى لعيبة انت قلت النقطة خطيرة جدا مكادش في الحزبين بصراحة انو في فرقة كتيرة مثلا انا عايز اجدد من القوام بتاعي فانا لقى انا عسيبه زي ما هو عشان مش هعرف اشتري لعيبة مش هعرف يجيب لعيبة انا دلوقتي عشان اجيب لعيم الدار وممتاز مش قبل تلاتين تمانية اه وانا عايز اصلا يستعد معنو مش عاوت كل فضل اي اجازة بتتكلم في النهاردة حاجة خمسة خمس شهر خمسة اول واحد ستة عبار ما تخلصوا المطشط فتتكلم انت شهرين ونص هتبدأ فترة اعدادك بنفس الفرقة اللي انت ممكن هتسيبها صح فما تجيب لعيبة هتجيب عشرة لعيبة وانت هتجيبه مفيش لعيب كواس انه ده هيسيبه صح فانت تتكلم ان حرص الحدود مع اسوان مع الداخلية هتجيب بقى من درجة تانية شوية عما تجيب تقوم طيب انت مش حاسس ان المنافسة دلوقتي في الممتاز بقت صعبة جدا يعني الفريق اللي ماعرفش يسرف اللي عنده امكانات كويسة اللي يعرف يدعم بشكل كويس تبقى صعب جدا والله الكسة بس تنظيم ان انا اعرف ان انا جيب احتاجات فرقتي يعني الاهل والزمالك ليه بياخد بطولاته عشان هو الاهل والزمالك تشرت الواحده بيكسب اي حد تم بيرامز عندنا بيرامز فلوس ولعيبة كل لعيب فرقة ماخدش بطوله ليه رغم من اللعيبة دي هاي ياركة بتلع في الاهل وبتاخد بطولات انا ما جيبتش نوعية اللعيبة اللي تخدم الفرقة او انا كمدرب ممكن مش محتاج رضا واجيب رضا وخلاص او انا مش محتاجه او انا ممكن اجيب واحد تاني يفيد طريقة لعبي وتفيد طريقة اين شايف ان البرامز بكل النجوم اللي عندهم دول في نجوم يعني مختروش صح اللعبين صح يعني هم كلهم التولفة ممكن مكونش متكاملة مع بعضها ما انا مش هجيب كل الفرقة نجو انا برا كنت حضرتك بتكلم دلوقتي ليفربول في 11 اللعيب عارفين ان انا اساسي يعني صلاح اساسي هو ليه صلاح دلوقتي ممكن مسلا يلعب او ملعبش هو دلوقتي عارف ان صلاح ممكن يمشي فبيحاول جاهز بديل يبقى زي صلاح قريب من صلاح عن دياز جوتا الناس دي بدأوا ياخدوا فرصة دلوقتي مكش بلعبه فانا لعيب فيه لعيب اساسي وفيه لعيب احتياطي مظبوط او فيه لعيب انا ما اعتمد عليه بشكل مئة في المئة وفيه لعيب تانية ممكن ابقى محتاجه فوقتي معين لكن انت شايف انه برامج لأ ما احنا عندنا غزل المحلة ما صرفش فلوس وعاد في الدوري وماشي معقول كمان الساعة دي لكن انت النهاردة بتجيب انت محتاج ايه دلوقتي المشكلة في الكرة في مصر انا ممكن مش محتاج فلان وفلان ممكن اجيبه مخلاصة ان بقى عن طريق حد طريق وكيل طريق او انا مش محتاجه لو اجيبه في نجوم اسمه فلان انا مش مش شرط بعمدي نجوم كل الناس دي ما كانش نجوم كل اللعبة اللي بتلعب في الدوري دي ما كانوش نجوم وقفشا كالنجم قفشا جامل الانبي راح برامز راح من برامز بقى القليق الانبي ماشي مجموعة دلوقتي رائعة من الشباب وماشي بشكل كويس ويطلع كل مرة لعيبة جديدة مش شرط ان انا كنت بكلم برضو على الكابتان احمد سامي ده برضو مدربين مش ياخد حقه بصراحة مدرب كبير جدا 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 مش ياخد حقه يعني ليه بقى وعشان انت برضو فيه ناس ممكن تسندك لا ممكن ناس تاني لا يعني مش ياخد حقه مش ياخد حقه اعلاميا وراجل ما عليش النهاردة بتتكلم في فرقة سموحة بيكسب ناس كتيرة وبيعمل شكل كويس ومع كامل احتنا طبعا اسموها معندوش اسماء كبيرة لا وراح الجيش وكان مدرب لا لإسم مدرب لإسم وكابتن هاسم شعبان في لا وكابتن عبدالنحاس في ناس كتيرة في ناس كتيرة بصراحة كابتن عودة لما راجع من المؤولين فوق برضو المؤولين شوية ففي ناس كتيرة لا يكورة المشكلة ان انت دلوقتي في مصر شوية انا لازم لازم عندي حتى في الدرجة التانية حتى انا بروح نادي او ممكن مثلا نفس اصعد في المكان ده لازم الفرقة تبقى بالضبط انا محتاج لعيب ده لو مش محتاجه ممكن اجيب عشر اخمشار لعيب ممكن بوضو الفرقة بجد بدل ما يساعدوها يدروها ايو انا ممكن مثلا انا عايز يدرب عنده تلاتين لعيب انا كلاعيب بفكر في نفسي بس اه او الحداشر انا لازم اختار حداشر وفي ناس اطاق برا مش هلعبت فدي بتبقى مشكلة ممكن اجيب ناس كتيرة في سبيل انا مش محتاجهم اتعم بقى في قط اللبس القط اللبس فيها مشكلة كبيرة جدا مظبوط طيب لسا كاملين هذا الحوار الممتع جدا مع الكابتن الكبير كابتن رضا الويشي بعده سعود حرس الحدود مرة اخرى للدوري المصري الممتاز بقى قادة الكابتن رضا بعدها ازال فاصل نواصل ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 ده تبقى للكلام اللي كان في الفاصل. شكلك عايز تبقى مدرب. اكيد. صح كده؟ طبعا. يعني ده بتبقى محطك ان شاء الله بعد العزاب بعد عمرا طويل في الملائك. طبعا. طبعا. تبقى مدرب. طبعا. شكلها بينه. عسيت انا من الكلام. كنت بتقول لي عابل الفاصل وده انا ممكن نشيره مع الناس انه في مشكلة في الجيل. الجيل في الكورة في مصر. الناس بقيت تفكر في الامور المادية اكتر من الامور الفنية وانه يلعب كورة وانه يقدي بشكل كويس. فاقول الناس رأيك في هذا الأمر. لا انا معنديش مشكلة ان اي حد اخد طبعا. طبعا. الريز ده مش بتاياه ولا بتاياه حد طبعا انت بس ببقى مبسوط جدا لما تاخد حقك وانت حسن انت اتعبان بيه. يعني انا كده. والله يبقى امني. الحمد لله سأل اي حد اللي تعمل ما انا بحس كده. يعني حتى الزمالي يعني ممكن الناس بتقولك انت بتصعد ليه وكده. احكي لك على حاجة بسيطة. فضل. انا مبروح النادي يعني بحكم ان انا لعبت مع ناس اكبر مني بكتير او مش هولك خبراتي يعني وارد طبعا في الاول اخر بتبقى توفيق يعني. طبعا. الواحد بيحاول كل دماغ يشوف الناس اللي حوالي ايه. او دماغهم ايه. يعني اللعاب اللي موجود. ممكن اللعاب عنده عايز يخد مكافة الموتش. ممكن لعاب تاني عايز يلعب دوره امتازة. ممكن لعاب تالت عايز يصعد ويعمل مجد شخصي. لو انت بقى قدير تتجمع كل الاهداف دي وتحطها في التسعين دقيقة هتنال نفسه كل واحد بيموت نفسه بس على هدفه. وفي الاخر انت بتاخد الهدف. التلاتة بنت. فبتاخد بتحقق المطلوب. فبتحس ان انت يعني اللعابة لما بكلها بيتموت نفسها. وتقوله لأ انت لعاب صغير لازم تلعب دوره امتازة. شوف الناس اللي احسن. شوف الناس اللي بيتفرج عالناس في الدوره امتازة بيصعب عليك نفسك. انا بقوله بيصعب علي النفس. انا اقول لك اكبر منك هنفصل عب دوره امتازة. ازاي عيب عليك انت انت مش هستلعب دوره امتازة. لا 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 في لعابة كويس اقول. والله الجيل ده في لعابة جمدة جدا. بس لأسف مفيش حد يدور عليها. طيب. عايز اخدك فيما يخص ما حدث مع النادي الاهلي بخصوص مباراة النادي الافريكا. اكيد لك رأي فيها في هذا الامر. واقامة المباراة في المغرب. رأيك ايه في الموضوع بشكل ما بكاسه لك على كارات النادي الاهلي النهار طبعا هو. طبعا الحق النادي الاهلي انه اعترض. بس انا ده النادي الاهلي. انا كيان الكارة. اسم الكارة. اكتر النادي بطولة تلعب في اي مكان. بالعكس انا شاف النادي الاهلي دلوقتي بلعب بره احسن من جوه. والنادي الاهلي طول ما هو فيه ضغط. طول ما انت بتاخد منه احسن حاجة فيه. يعني اللاعبة اللي موجودة دي. ادي له جمهور تلاقيه مختلف خالص. يعني النادي الاهلي انا ما عنديش مشكلة نلعب في اي مكان. ده النادي الاهلي. فبالعكس انا شاف الناس بتقول لا ما ينفعش النادي الاهلي ينسحب. اي حد ممكن ينسحب النادي الاهلي. رأيك اي يعني. ليه الاني ما ينسحبش؟ لا ما ينسحبش. النادي الاهلي البطل عمره ما ينسحب. البطل بيحارب في اي مكان. رأي يقولك انه الاهلي تظلم ظلم كبير كده انه هو كبير الكارة. هو اهم في رئيف الكارة. فكده هو هيعاقب الكاف لو انسحهم البطولة. لا ما هو انت ما هو فيه لوائح. في لوائح انت تنسحب بنان عليها. هدو كنت تتكلم فيه عقد رعاية. طبع ما زمن قال لك ان اطلع من الدوري. لا طبع فيه اصلا عود رعاية طبع تخسر فلوس كتيرة. وفي نفس الوقت انا شاف ان ده النادي الاهلي لعب في اي مكان. وفي نفس الوقت هي تسعين دي اف في مستطيل اخدر. لو انا لعيب بطل اكيد اعتبر نفسي بلعب نهائي. في منتخب مصر بلعب في المغرب. شفت المباراة للوداد? شفت المباراة. شفت المباراة للوداد اصلا شفت قبل النهائي اللي هو كذبه فيه بترو 3. شاف اللي هو افضل راية كبيرة على الوداد ولا شايف المباراة 50-50. المباراة حسب يوم اللعيب. ممكن اللعيب النهاردة يعني متوفق بشكل كبير جدا جدا جدا. ممكن المتش يتسهل جدا يعني. وحسب رؤية المدير الفاني. ممكن انا بقى مصار المتش يعني من لعب الصفاكسي منقول جوزي كان مرتب للمتش حاجات كتيرة جدا يعني. وفي الاخر ربنا كارمه بتجون تعبو تريك. يا رعيك في مشوار بيتس المسلماني مع النادي طبعا نجح مليون في المية. انا دلوقتي جايب راجل ياخد بطولات. ايه المشكلة جايبوا ليه. عشان اخد بطولات. خط بطولات. انا مخسر ومخسرش مثلا ممكن يعني على ممكن خسر 3 ا4 ماتشات يعني او ماتشين. يعني ما ابتكرش ان هو خسر يعني. خسر بطولة واحدة اللي هي الدولة الاخيرة ده. مش مشكلة ما انت خط البطولة كان الناس كلها تموت على التمنة والتسعة. طبعا. خط التسعة والعشرة. واخد افريقيا مرتين واخد كاس عاملين. وانت ممكن كمان يعني انت تبقى دلوقتي يبقى انت اعظم مدير فني على مستقل القرى. كابتن حسن شاعاته. هو باعظم نادي على مستقل القرى. نادي الاهلي. طبعا. ان شاء الله ربنا يكرم الماتش اللي جاي ده. وان شاء الله الرجالة طبعا معودينها ان شاء الله يكسبوا يعني. طب ليه في بعض الناس قعدوا فترة كده يقولك. يبتسهم يمشي من النادي الاهلي. بيتسهم يمشي من النادي الاهلي. ما يلقش من النادي الاهلي. الاداء مش حلو. الكرة مش حلو. ما دي اللي كنت مكلمك بقى كابتن جهريم ان انا العاطفة ممكن تغلب عليها في الشغل. انا محتاج. انا دلوقتي جبت واحد شغال ماشي كويس. ليه غيره. صح. هو محقق لي المطلوب. صح. انت محقق لي المطلوب. اه. يعني جاي مدارب اقول له عايزك سبب بطولات. عايزك سبب الاداء طب يعني. انا مالي وما الاداء. طب انا لعيبت احسن كرة في الدينة. الزمالك. الزمالك اقول لك عنادي الزمالك. من احسن فرقة بتلعب كورة. اخدش بطولة. اخد بطولة. اخد بطولة و ملعبش كويس. صح. انا دايما كده. النهاردة لما انا انا سعطي بحرص حدود. احنا مش احسن فرقة. بس كنا انت لما بتكسب. قولك عليك انت بطل. صح. حتش بقى افتكر انت الناس مبتفكرش غير البطلة كبت. مظبوط. يعني ان اهل اهل والزمالك مفتكرش غير الاهلي. اقولش بقى الزمالك كان بلعف. لأ. طول التاريخ مفتكرش غير البطل بس. انت لعبت ايه في خلال التصفيات. لأ. تشبيه بيتسمو سيماني مانو جوزي ايه رعيك فيه. حقه. اه. انت بنتكرن ان ده كمان ده كان معا جيل اتكرنش بدا. طبعا. 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 اه. في كل حاجة. اه. انا انا عصرت. اه. في كل حاجة. كل حاجة لايه ايه. في كورة. اه. فكرة. اه. دماغ. اه. امكانيات. اه. لكن هو كان ناجح ان هو سيطر على المجموعة اللي موجودة. اه. يعني اعظم حاجة كان عملها جوزيه ان هو قدر يسيطر على الخمسة وعشرين العيب. النجم قط اللبس. قط اللبس ده كابتن كريم اهم حاجة في الدنيا. طول ما انت مسيطر عليها. ده اهم حاجة. لا نفسك ناجح في اي حاجة. بيتش مسماني عامل ده. اكيد. راجل نتائجه بتتكلم يعني انت بتتكلم احصائياته او بتتكلم كنتائج. لا. هو الراجل عامل. قررت النادي الاهلي النهاردة بعيدا عن موضوع انه ما معرضش فكرة الانسحاب. قال انه هيلعب المباراة في اي مكان في القارة. قال انه هو مستني من الكاف انه الحد الادنى من العدالة فيه المباراة النيات. تفتكر قصده بالحد الادنى من العدالة دي. التحكيم والمدرجات. اكيدا. ان انت بتكلم دولة تليل خمسين في المائة في المدرجات. فلازم تاخدها. سواء انت جبت جمهورك وما جبتوك. لا ما هو الكاف قال انه المدرجات لازم تبقى مليانة. يعني لو الاهلي مقدرش يبيع الخمسين في المائة من تذاكره في هذه المباراة. هم يبيعوه. هيبيعوه للوداد. فانت رأيك ايه? انا برضه ما عندش مشكلة. انا دايما دايما انا يعني عندي يعني يقين ان النادي الاهلي. مختلف اللاعبه اللي اللي جات عليه. هو النادي الاهلي. نادي الاهلي سبب لعبه كبيره جدا. يعني عظمه يعني. وهو فضل النادي الاهلي. هل سعيك رأيك عن محمد شريف حتتك بقى? نا محمد شريف ده لعب كبير اوسره. فقط بتحرك طوله عرضي. بس محتاج حد لما بلعب لازم تلاعب مع ما افشا. لازم. لازم تلاعب واحد يعني دا لو كان لعب مع عبدالله السعيد كان ممكن يبقى في تتحب انت عبدالله السعيد. انا بحب عبدالله. صديق انا بحب بغض نظرا عن اي حاجة. اصلا انت بص يا كابتن كريم انت لما تنكر حق لعيب ما انت جاحد. لا عبدالله السعيد ما عندناش ش حد ما عندكش ما عندكش حد كتير زيه. نتكلم كورة. انا بكلمة كورة مش بعليش دعو بقى بالانتماءات دا بلعب فينا. انا لعيب كورة فكلمة كورة. دا عبدالله. ما عندكش حد دلوقتي بعرف يعرف يباصي لقدام. يعني افشا. يغيب معناه دا لا يتلاقي اللعب كله. خلاص بقى انت تلعب على الكورسات بتلعب على شوطة. لكن مش حد يعني شوفش. لعب شريف كله تحركات في دهر المدفعي. فانت مش هيجيله كورسة. ما هو مش عايز كورساته. عايز تحرك حد يلعب له. حتى لما نزل الماتش اللي قبل بتاعه. وفاق استفل الاولاني. يعني جالنا 100 جون. كنا ممكن نجيب بالاهلي ممكن مسلا في الماتش يطلع عشرة. واول كورة اتحرك كويس جاب جون خلاص. وده الفرق دي يعني. صح. برست او. دا العب كويس بس انا مش عارفين ان هو حالته طبعا ان هو القضرة بيهم دير فني يعني اكيد يعني. هو سابي بقى فوق او سابي بقى تحت اول. ما هو. ما عندوش حتى في النص. غريب. ممكن اكون مضغوب تخلي بقى. كانت اللعب في الاهل والزمالك غير اي نادي في الدنيا. عم تلع في الاهل والزمالك. دا رجل اللعب في انجلترا. لاعب دولي. لعب دولي. لاعب دولي كبير مع منتحدة. بصا كانت الممكن ليه عليك وقت. اه. ما هي دي انت صراح وصل المكانة دي ليه. اه. او اي او رونالدو الناس دي اللي بينشوفها. كل واحد دي الناس بتحاول تشيله الحاجة اللي موجودة دي حتى ماشر. ممكن انت تبقى أحسن حاجة فورما، بتتيجي عليك وقت يتهزق. يعني زي صلاح، صلاح ليه بيشوت دربة الجزلة اولين ايه؟ ضغطي الناس عليه. انه لازم بشوت طب انت ما شوتش ليه طب انت ما صلاح طب في الموتش اللي هو نهائي طب انت سيبت الدربة الرابعة ليه طب تكات مهمة. غزبا عنه يا بشر، طب خلاص اشوت اول دربة. فانت بتوصل اللعيب بشوف اللعيب بكيمة صلاح والتعامل مع الناس، بس هو غزبا عنه لازم بتضغط في وقت. صح، عاش لك علاقة مؤمن ذاكريا برا مع محمد صلاح رايش فيه؟ دي لأ أصلاح عظيمة بصراحة، يعني بصراحة كنت مبسوط جدا يعني جبر الخواطر دي بتبقى حاجة وده مؤمن ده لعيب كبير جدا. يعني مؤمن ده كان في يوم الايام مع لش محدش يعرف صلاح ويعرف مؤمن. لكن شوف اللعيب الكبير واللعيب القيمة هو اللي بيظهر معدنه، فده صلاح يبقى لعيب كبير كويمة كبيرة مطلعش غير من اللعيب. يعني أكيد ده تعب وشئة وفاهم يعني ايه جبر الخواطر انت ربان صلاح. يعني أكيد حاجة زي كده تبسط مؤمن أكيد، أكيد حاجة بسيطة ان انا ما بالك الشخص نفسه ممكن تبقى من نسبة له. كان مشهد تاريخي، كان مشهد جميل ومشهد يفوق التوقعات كده. فاللقطة دي ويعني صلاح بيوسطة يعني زميله كمة صلاح. ان انا حتى واحد من مصري صاحبي انا جايبه. اه لقطة ايه. لقطة عظيمة شوفي حتى الفرحة وهو مبسوط وصلاح مبسوط والناس كلها مبسوطة. نهدا الصحافة الإنجليزية بتقول انه تعاملوا مع مومن ذكريا كأنه واحد منهم. لعيبة ليفربول يعني. واحد من الفريق بيحتفل معاه. انت ممكن اللقطة ازاي دي ياخدوا الدور بيه؟ ياخدوا الدور بيه؟ والله. ربنا اسمه الكريم والعادة انت مش هتعمل حاجة انت. نهاردة أستون فيلا بتعادل الله. كان ممكن يخسر. واستهام نهار تعادل مع مانشو السلي. ممكن كان يخسر. يعني ما احرز لو جاب دربة الجزاء خلاص خدوا الدور. صح. لا تضيع. صح. ممكن كنت تخسر. صح. و هتلاقى بأستون فيلا. اه. أستون فيلا في الممارد. فممكن ما تعرفش. سبحان الله. أصلا المبارات دي نفسها مبارات الكاس كانت متعقربة. و كذبه فيك. و كذبه في الآخر. فهي في حاجات انت مش متبقاش يعني ما تصوتش منك كده يعني. صح. كابتن ريدا انت شرفتني ونورتني حيستمتعت معاك جدا و دايما موفق و دايما منور مع اي فريق بتلع فيه. عامل مؤثر و مهم جدا. تاسلام لحبيب. كابتن ريدا الويشي بعد سعود حرص الحدود بكتو الى الدوري ان مصري ممتاز مرة اخرى بعد الفاصل. نستقبل محمد جمال ومروان الشفعي نكلم معهم شوية كلام في الكورة كمان. خليكم معنا بعد الفاصل نواصل إن شاء الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. بشأن نهاء دوري أبطال أفريقيا. جمال مشرف بنور كالحبيب. حبيبي يا كين مواصلتني معك العادة. حبيبي يا كين مواصلتني معك العادة. حبيبي يا كين مواصل. عامل ايه؟ الحمد الله. كله خير. جمال رأيك ايه في كارات النادي الاهلي النهاردة. عشان الكارات دي مبين مؤيد ومبين متحفز. مش قدر اقول معارض بس متحفز على بعض الكارات. رأيك انت ايه؟ طيب عشان الجزئين اللي موجودين دلوقتي في جمهور النادي الاهلي. لازم نبقى عارفين انه فيه فرق كبير. ما بين تصريحات افراد. ما بين رأي جمهور. وما بين بيان رسمي. ممكن جمال نعرض كرارات كمان النادي الاهلي النهاردة. وجمال بيتكلم نعرضها. وبيان رسمي صادر عن النادي الاهلي. خليني اقولك نقطة مهمة جدا. الجمهور بيطالب بها جزء من الجمهور عشان يكون امين يعني. جزء من الجمهور بيطالب بها قصة الانسحاب. وان انا لن اشارك في هذه المسرحية. وشافين ان النادي الاهلي وقع عليه ضرر كبير بانه يلعب مباراة الفاينل. وحق اصيل طبعا لنادي الاهلي. وحق اصيل لجمهوره. وانه يبدئ اعتراضه على ما تم من الكف. ولكن المهم والاهم من ده كله. ان انت لما تيجي تتكلم على الجزئية دي تحديدا. لازم الناس تبع عارفة اللي وايح بتقول ايه. اللي وايح بتقول انه في حالة التلويح فقط. التلويح. يعني انا ذكرتها لما احتلها من بعيد. ان انا بغاهدد بالانسحاب باي شكل من الاشكال. يتم تحويل النادي للجنة التقديبية وتوقيع عقوبة فورا. اصلا. فمن البداية نقطة للناس بيطالب بيها لا يمكن. ونادي الاهلي لا يمكن ان نقع في خطأ بهذه السزاك. اذا مما سبق نستنتج انه بيان كافي جدا جدا. تمتع بالاحترافية ده رأي الشخصي. تمتع بالاحترافية الشديدة ما كانش ينفع يخرج اكبر من كده. والدليل انه نادي الاهلي ثمن واكد على انه مستمر في خطوات التصاعدية للمحكمة الرئيبات الدولية. هيعمل ايه خطوات التصاعدية اكبر من كده. خطوات الشرعية. ده الطبيعي. الطبيعي وانت كمان بتتعامل مع مؤسسة دولية. بص مع كامل الاحترام. اتحاد المصر لكولة القدم. طبعا. بس لما احنا هنا مثلا نهدد مرة نقول مش عجبنا مرة وبتاع. مننا فينا. طبعا. يعني هنقف نلم الموضوع مع بعض. طبع طبع. لكن انا بتعامل مع جهة دولية تحادل افريكي. فده مبقاش فيه ظهر مبقاش فيه. وانا داخل في صدام مواضح. مبقاش فيه الكلام العنتاري. بقى فيه كلام احترافي مهم وده اللي حصل من النادي الاهلي. طبع. طبعا نسحب ليه يعني. فكرة النهائي حيلعب على ملعب ماشي انت لك الحق الكامل. ولكن في النهاية هو بيان للنادي الاهلي اللي حفز حقوقه. وبيان عشان تهديت الجمهور. تعرف امرواني النهاردة كنت بادئ الحلقة يا جمال. بالخسائر المالية اللي لو حصلوا الاهلي نسحم البطولة دي. وتم عقابه بالاستبعاد لبطولتين. سنتين. بطولتين اه سنتين. خسائر مالية ضخمة. الاهلي بيكسب ميزانية الكرة في النادي الاهلي هي 20% منها من الفوز ببطولة افريقيا. صباح. ومشاركة في كاسة عاملة. 20% منها. ليه اصلا ميزانية الكرة القدم اللي بتبقى خسرانة ويبقى فيها عجز في نهاية العام المالي. بيبقى فيها عجز اصلا. فده هيترتب عليه ايه الناس بس متلقى شواء ده بعدها من الكلام ده. هيترتب عليه صفقات وهيترتب عليه. لان انت مضطرد بيع لعيبة من نجومك. وهترتب عليه أصلاً في الدولة الممتاز ممكن ما تقدرش تنفس لما تخسر يعني فيه تفاصيل كثيرة بتبقى قدام إدارة النادي الأهلي في هذا القمر مش مجرد إنه مش لازم ألعب في أفراك لا هي مش قصة كده الجمهور بيبقى عاطفي لحد ما يعني لكن الإدارة المفروض تبقى عقلانية وأنا شوف كارات الإدارة كتسليمة ولكن هو الفكرة في التفكير في اللي جاي في إيه اللي في إيد النادي الأهلي اللي في إيد النادي الأهلي هي المطالبة بحقه في التذاكر في ماتش الفاينل لأن في النهاية هو ملعب محايد فإنت حابقى لك نصف الساعة فلازم تطالب بحقك رقم اتنين المطالبة بحكام أجانب في الفار لازم تطالب بحقك عشان تضمن العدالة نفسي لازم تضمن العدالة والفار ما يكون شباب الشغيل لازم تطالب فاكرة يا كريم لما حصل في ماتش الكاميرون وما منتخب بسكن كلنا متخوفين لكن الضغط منتخب مصر على الحكم ضغط كارلوس كيروش على الخط حتى عامل ضغوطات كتيرة على الحكم فخلى الموضوع إلى حد ما مقبول فهو ده دور النادي الأهلي وبعدين دور اللعيبة في الملعب أن في النهاية جماعة أنا كنت لازم أتكلم مع دكتور جمال برة بشوف أن آه في أخطاء بتحصل ولكن زمن عبد الرحيم العرجون أنا في وجهة نظري ما بقاش سهل أنه هو يحصل يعني الأخطاء هتبقى واضحة ممكن يحجمك ممكن يكتفك في الماتش لكن يحسب عليك قرارات فوضحها تحكميا في الملعب أعتقد أنها صعبة شوية أنا مختلف أنا مختلف أنا مختلف ده رأيي أتنعي كنت نتنقش بأف اير مع مرون قبل أن ندخل على طول أنا قبل ما أجي على طول كنت أتفرج على الماتش نعد بركان ومازينبي حاجة ما جاتني ضاي كان بيعمل حاجات في الكرة غير طبيعية كانت أحمق في ديئة 79 غريب جدا جدا بتحسب على مازينبي في ديئة 89 ركل الجزاء عشان يسجل الجول الثالث وجول السعود يعني لا كل ده ما موجود في أفريقيا عشان بس ما نلقاش بنوارب دماغنا عن اللي ممكن يحصل قبلها على طول ماتش اللي قابله على طول الأهل الليبي ضرب الجزاء غير محتسب أهل الليبي بيفوز على أورلاندو في جنوب أفريقيا 1-0 ومغلوب مراتي زهب 2-0 وضرب الجزاء واضحة جدا لأي حد وفيه فغار في المباراة ومين اللي ما بيحسبش ضربة الجزاء الواضحة جدا بكاري جسامة فما جيتني دايو بكاري جسامة في مبارتين وراء بعد النهاردة لأ أنا متخوف طبعا من طاقة من التحكم مين اللي حكم النهائي؟ أنا فاكر لما كنت قاد معك بالمتفرج عمواتش الأهلي وقلت لي ده جابوا فيكتور جوميس عشان ما حكمش الفاينل فأكدت تمنى فيكتور جوميس أنا عايز على بس على مباراة بكاري أعتقد بكاري جسامة أنا بقليه مين؟ قلت ممكن معلوماتي غلط أدور في اللوايح الكاملة بتاع تركاف فيما يخص لجنة الحكام لا يوجد أيوة طبعا نقطة واحدة بتقول إنه إن الحكم اللي يحكم في السيمة فاينل ما يحكمش فاينل ده عرف فقط لا غير وعلى قدرة النادي الأهل الضغط إنه يتم استثناء هذه البطولة لأنه تمت بالمناسبة في 2017 تمت إنه يتم لحكم محمد حكم بعينه كم أنا مش أطالب بحكم بعينه هيتم رفضه لا لا أنا بشكل غير مباشر هستثني أطلب استثناء البند ده ليه لأنه لما يقص على الحكام كلهم اللي حكمه هلاقي إنه فيه حكام كتير طب ما النهاردة زي ما تم استثناء في وقت من الأوقات إن اللي يحكم سيمة فاينل كونفدراليه يحكم في البطولة التانية عادي جدا لأنه ده حصل بالمناسبة النهاردة بكاري جسامة بيحكم سيمة فاينل كونفدراليه عشان يجيلك في الفاينل دي قصة تانية قصة مختلفة بكاري جسامة لو حكم الفاينل خلاص سأيتها بقى يعني إن شاء الله قدرات النادي الأهلي كل ده تتفوق على كل حاجة وأنا أصلا من الأشخاص اللي دايما بيشغلش بالي أو موضوع التحكيمة ليفرق معي حالة الفرقة اللي أنا بشجعها أو بشوفها الأهلي لو جاهز يبقى كويس منتخب مصر لو جاهز يبقى كويس الزمانك لو جاهز يبقى كويس إنك تبقى جاهز في المباراة آه طبعا نمونا التحكيمية أياما فرقت في المباراة العالمية كبيرة وتاريخية وكل شيء بس إنه أنت كويس حتى لو الحاكم مش عايزك تكسب هتكسب ومهم أنا 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 يعني أشكرك على النقطتين براي ممكن أنا أرجع يا كريم أرجع أرجع بخمس دايال وورا وأشكرك على إنك طرحت قصة الخسائر المالية ليه لنادي الأهلي لأنه يمكن فيه كتير من الجماهير شوية بياخدوا الأمور بعاطفية فما بيبصش لده والطرح المالي لده أنت بتتكلم كمان على الخسائر المباشرة فيه خسائر غير مباشرة النادي الأهلي بعد ثلاث شهور هيطرح مزايدته الرعاية اللي من ضمن الحاجات إنه هو الآمج بتاعة النادي الأهلي وتمثيله لأفريقيا في كتير العالم تحدثت عن الرعاية طبعا إنه عقود الرعاية دي هتختلف طبعا تحدثت عن موضوع البس هيختلف تحدثت عن أمور كثيرة جدا تحدثتش يا سوري ما تحدثتش كمان على حاجة مهمة جدا إنه زي ما اللعبين في أوروبا لما بيروحوا الفريق يقول لك ده هيلعب دولة أبطال أبطال أوروبا أو دولا مصري لكن عندك لعيم مثلا biقول مسلا بيتنافس عليه أهلي وزمالك تمام في مصر حتى وشايف إنه زمالك بلعب في دورة أبطال أفريقيا فأنا لو لعب لأ أنا ممكن أختار نادي الزمالك عشان هلعب في دورة أبطال أفريقيا حتى لو أنا كنت بحرية بالنادي الأهلي ومنتمية لنادي الأهلي ولا آيسي صحيح لو الزمالك هو اللي ما بيشاركش والقالي هو اللي بيشارك في اللعبة يقولك أنه لعب في الآلي واللعب اللي قريدي موجود عندك ومدربك مدير فني نفسه بيتسو موسيماني نفسه يعني تمام حقاتلك الألقاب أنا دلوقتي انت مش هتسارك في أفراقيا ممكن يجيله عروض كتير جداً دايماً بطولة أفراقيا هي الامج اللي بتوصلك لكاس عالم الأندية هتخسر أخذات كثير جداً فاليها خرفيات كثيرة جداً غير الكهارات اللي هو إيه نانسحب يا جماعة الكلام دا ما فيش هاتف تقول العقوبات؟ من ضمن الحاجات من ضمن الحاجات أكريم إنك هيتم حرمانك من الجوائز الحالية للبطولة الحالية دي من ضمن العقوبات أصلاً يعني أنت الفاينال اللي أنت قريدي وصلت له أنت بتاخد مليون ومثل وخمسين ألف دولار دول ده ما تطوم قبل ما توصل الفاينال وتلعب العقوبة لما بتنزل رقم واحد حرمانك من أي تايتر أو أي حاجة داخل البطولة حرمانك من الجوائز المالية للبطولة الحالية وحرمانك نسختين خلي بالك بلق والقوطة مهمة جداً جداً ناس كتير مش يخضي بالك بلق منها بيقولوا إيه بقى أنه في حالة أن أنت رفعت رفعت القضية في المحكمة الرياضية الدولية و جاءت المحكمة الرياضية الدولية اللي هي هتحكم في خلال عشر تيام من تقديم القضية يعني ممكن قبل الفاينال و المحكمة الرياضية الدولية جاءت قالت لك وإنت دخلت كرة تفكرك كرة يطلع حكم بقيت لك تلعب وإنت قررت في الآخر أنك تنسحب يتم تغلز العقوبة على الأقل بخمسين في المهم العقوبة الأصلية يعني السنتين يبقوا ثلاثة يعني مع البطولة دي يبقوا أربعة خسائر مالية صعبة جداً جداً قرارات كارثية عشان كده أنا بحاجة إدارة النادي الأهلي إنها مرحدش في التجاهد أبداً ده غير أنه أصلاً قود الرعاية للنادي الأهلي ماضي عليها وفيها مكاسب للنادي الأهلي تشمل طبعاً حاجة زي بطولة لما هينسحب النادي الأهلي ممكن يبقى عنده مشاكل مع الشركات وخلافه يعني فيه تفاصيل كثية جداً وأمريكا جداً إحنا بنقول تقريباً بعض منها لكن إدارة النادي الأهلي مع شركة كارثة كارثة كل ملفات دي ملفات وقارثة الكلام ده كل طيب الأهلي والوداد كورة بقى الأهلي يبدو كده من المباراة اللي إحنا شفناها لها أفضلية بدرجتين ثلاثة عن الوداد دلوقتي الوداد تاريخياً هو فريق كبير وعظيب بس لو أنت تكلمت فنانا عن مستولة بيندف رأيه وأسمع رأيكم ممكن الأهلي يكون لها أفضلية أتفل معك جداً لنقطتين كريم الأهلي تطور عن آخر مواجهة قدام الوداد في فاينل أفريقيا 17 الوداد قال له الأهلي زاد الأهلي زاد خبرات في الفوس في الفاينل الأهلي زاد لعيبة عندها القدرات أنها تلعب تحت الضغطات الأهلي زاد مدير فني عنده قدرة التعامل مع البطولات الأفريقية الأهلي زاد وجود قادة وليدرز كباتن جوه الفريق في كل مركز الأهلي زاد على عناصر الفنية في أرض الملعب الكواليتي بتاعتها زادت تعال روح الوداد هتلاقي قلت في العناصر الفنية اللعبة اللي كانت بتكسب البطولات قلت تلاقي أن المدير الفني خبراته أقل تلاقي أن الكواليتي اللي سكواد كله أقل والبطولة الأفريقية كمان في المسار اللي وصل به النادي الوداد كان مسار ضعيف إلى حد ما لكن النادي الأهلي على الأقل واجه في بطولة في جروب ستيج سانداونز قبل كده بعد كده واجه الرجاء المغربي في ملعبه فواجه في ملاعب صعبة جداً النقطة الثانية برضو المهمة هي فكرة الوداد على ملعبه الناس اللي بتتكلم هو ده الملعب اللي حيلعب عليه النادي الأهلي الوداد قد في ملعبه عنده مشاكل دفعية كبيرة جداً الوداد قد في ملعبه قدام جمهوره كان ممكن يخرج وكان قريب انه هو يتلقى هدف اثنين وثلاثة ولولا تقلق الحارس مرمى التجنوتي لكن الوداد كفريق فريق طبعاً وصل فانل شامبيزيج الأفريقي ففريق جيد ولكن النادي الأهلي يتفوق بخبراته يتفوق بأسامي لعبته يتفوق بالحافز اللي عنده انت تبقى اول فريق في تاريخ افراقيا اول مدير فني حقق ثلاث القابعة التوالي حتى منو الجزيل اللي هو الناس بتعتبره اعظم مدير فني في تاريخ النادي الأهلي لم ينجح في تحقيقها العابة دي تكون سطرت تاريخ لنفسها الجيل الزهبي للنادي الأهلي والجمعة وبوتريكة وبراجاته عماد متعب ما ادروش انه ما يحققه كل دي دوافع وحوافز كبيرة جدا للنادي الأهلي تخليها تخطى مشكلة الملعب تتخليها تخطى مشكلة الحكم في النهاية ممكن استعين بجملة منشيني في غرفة خلع ملابس قبل فاينل يورو قدام انجلترا لما قال لعيبة منتخب ايطاليا احنا القدر او الموتش ده بيدنا احنا احنا اللي نملك قدرنا في الملعب لا منتخب الانجلترا ولا الحكم ولا الجمهور كان بيلعبوا على فكرة على ملعب ويمبلي الفاينل كان في ويمبلي قال لهم احنا اللي نملك القرار احنا اعتقد ان لعيبة الاهلي تملك القرار بكاري جسام ممكن يحجمك وهو فعلا شاطر في النقطة دي لكن في النهاية انت قادر زي ما عملت في وفاق ستيف قادر زي ما عملت في الرجاء ان انت تنهي الموتش من البداية وتعرف الوداد ان انت مش بس الملعب مش هيفيدك ولا الجمهور ولا حتى الحكم هيفيدك طيب هسألك عن رأيك وقولك رأيي برضو رأيي انه الاعلي لعب مباراة الوداد دي بطريقة وفاق ستيف والرجاء مباراة الزهاب ومباراة الهلالي السعودي انزل اضغط قدام جماهرهم وعلى ملعبهم انزل اضغط سجل او خوف على القسم اللي قدامك ما تستناش رأيي تاني يقولك لا تستنى قلل حماسهم شوية امتص حماسهم شوية وبعد كده ابدأ اخد قراراتك اللي شفتم من النادي الاهلي مع بيت سمسيماني انه لما بياخد هو القرار او المبادرة بيبقى اوضل بكتير لما بيستنى قبل ما اقول رأيي انا اثق تماما 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 في تحضير بيت سمسيماني ولعب النادي الاهلي الذهني والنفسي والفني في بطولة افريقيا قصة مختلفة تماما عن المشاركات المحلية عشان بديء البداية رقم اتنين انه طبعا لازم تاخد المبادرة في مباراة زي دي طبعا لازم تاخد المبادرة متحطش نفسك تحت الضغط متزودش على نفسك اد اون متحطش على نفسك ضغط زيادة على ضغط جمهور والد يكون ضغط الحكم واجواء المباراة وما قبل المباراة ايا كان بقى الاجواء اللي هتلاعب فيها المباراة متزودش على نفسك ضغط بانك تستقبل اللعب نقطة مهمة جدا جدا القوة الهجومية للنادي الاهلي واضحة جدا في مباراة افريقيا لكن النادي الاهلي بيستقبل اهداف فانت انا ليه انتظر لحد ما استقبل ونقطة خطيرة جدا في المباراة انت لو لعبت الوداد المغربي مش هتلعب كورا بيحصل تكسير اللعب فوسط الملعب وقوع كتير الحكم هيحجمك كل ده ليه علاقة بالفنيات والتحضير لانك لما تيجي تحضر لازم تبقى عارف انا بلعب فريق شكله عامل ازاي واجواء المباراة شكله عامل ازاي فانا مهم جدا ان انا اضغط مهم جدا ان انا اضغط من بداية المباراة وانا قادر على ده فرقة الوداد لما تيجي تبص على فرقة الوداد الفورميشن او شكل اللي بلعبه بيه ال 4-3-3 اللي بلعبها لما بيجي يلعب جيم كبير او بيلعب مباراة قدام فريق كبير خاصة كمان مع اصابة مؤيد اللافي فما بقاش عنده شوية الجناح اللي بيلعب ناحية اليمين فما بيلعب بيروح ال 4-3-3 ال 4-3-3 اللي بيلعبها هو بيغير شوية بعض العناصر لما بيلعب في جيم في مغامرة فالضغط عليك هيبقى بالثلاثة الامامية اللي منهم ايمن حسوني او ذهير المترجي وجيم بينزا التلاثة دول تقدر انت توقفهم وانت بتلعب بتعمل الضغط العالي مش يبقى عليك ضغط بخمسة هم بيقلبوا اهل شكل ال 4-3-3 ده او ال 4-3-2-1 بيقلبوا لشكل مختلف شوية انه بيخلي يحيى جبران او جلاد داودي واحد من الاتنين بينزل تحت ويطلع الاتنين اللي لعبهوا لعب 6 واتنين اللي لعبه 8 زي ما كان منتخب مصري بيلعب لما يجي الوقت قبل المباراة نتكلم تفصيليا على فرقة الوداد هتكلم على صغرات كتير جدا حتى في الجبهة الشمال الخطيرة جدا اللي بيروح عليها ايمن حسوني بيروح عليها زهير المترجق افضل اتنين اللعيبة بيلعبوا كورة او لعيب الكورة في فرقة الوداد ومعهم يحيى عطيت الله الوحيد اللي كان بينضم لمنتخب المغربي يحيى جبران برده دكتور يحيى شوية لما غاب مؤياد اللافي مبقاش بيروح ناحية شمال لازم يعوض ناحية لنين طبعا لعيب كي بلاير مهم جدا هو لعيب كبير جدا بس احيان بيبقى فوق قوي واحيان بيبقى تحت قوي لو هو في جيم هو مبقاش موجود هو بيبقى قل للعبين حسب التوظيف يا كريم يعني هو لعيب مركز ثمانية مناسب الملاحظ من الوداد لما كنت مفرج عليهم انهم مميزين اوي في الكرات السبت الهجومية دفاعيا سيئين عكس يعني دايما بيبقى مميز هجوميا غالبا بيبقى مميز دفاعيا الوداد هجوميا بيبقى رائع جدا في الكرات السبتة او العكس صحيح في النحاء الدفاعيا على سبيل المزال ماتش الوداد وبيترو عاملين 14 كروس في الماتش ومسجلين الهدف من كرة سبتة من ركنية فهم مميزين جدا ودي عادة المنتخبات او الفرق المغربية جدا بيواجهها بقى كريمو دا اللي يقلقني ان النادي الاهلي الداخبات المصرية دايما عندهم مشاكل في الكرات السبتة الدفاعية فشوف ان دي تفصيلة مهمة جدا والفاينال بيتحسب على تفاصيل بسيطة جدا وديم التفاصيل المهمة جدا ان انت لازم تخلي بالك عليها ولازم ان انت تبدأ تحضر للكرات السبتة بمعنى ان انت ما تلعبش لا زون في وجهة نظري ما تلعبش زون وما تلعبش مان لازم تلعب اللي هي الهايبرت ما بين الاثنين تبقى موقف زون على الزون القريبة وعلى الزون البعيدة ما يصعب لعب طويل او لعب مثلا لا يجعد الكرات السبتة او لا يجود التكوفل العالي مع لعب يجيد التكوفل العالي من لعبة الаютьذات لانهم يتميزوا بالكرات السبتة وعلى الجانب الاغر النادي الاهلي برضو يتميز بالكرات السبتة اللهم جمالين عندهم علي معلول وسجل نادي الاهلي في الرقاء من علي معلول وعبد المنعم من كرة سبتة والنادي الاهلي يتميز وياسر مميز جدا وفي الهلال سجل قبل كده spouses انينا؟ وكمان نقطة مضافة في فكرة القراط السابق. وانا بشوف ان هو المتش ده زي ما انت قلت اتفل معك في فكرة الضغط العالي. النادي الاهلي اذا ضغط عالي وعرف في الوداد اللي انا جاي بلعب النهاردة اه على ملعبك. لكن في النهاية ده ملعب محايد. وانا الجمهوري حيبا موجود وانا وصف في جمهور الاهلي. وانا مباراة واحدة. وهي مباراة. مثلا مباراة زهاب فانت اتدفع شوية تاخد اكتر مكاسم ممكنة. وتلاف مباراة واحدة. اللي هيلحق يلحق. وقادر النادي الاهلي اذا ضغط انه هو يسجل. ولكن على مسيماني وانا اتفل مع دكتور جمال فكرة انه بيحضر كويس قوي ببطلات افريقية. ولكن على مسيماني هو تثبيت التشكيل اللي هو لعب به في ماتش وفاق في الزهاب والعودة. والطريقة اللي وصل لها اخيرا في فكرة ال4-4-2 او ال4-3-3. وتوصل ال4-4-2. هيا دي طريقة الانسب لانها بتأمن لك عمق الملعب. ونفس الوقت بتديلك نجاعة تهدفها قوي جدا. طيب. من الحاجات المهمة جدا يا جمال فيما يخص الكرات السابتة. انه الاهلي في المباراة الاخيرة سواء في افراقيا او في الدوري. كان بيبقى فيه مخالفات كتير اوى على العيب النادي الاهلي. واحيانا بتبقى مخالفات سازجة او سهلة. بتعمل فاولات على حدود المنطقة. تطلع الكرة بشكل سهل جدا. دربة روكنية. الكلام ده قرقني شوي. طيب. انك بترتكي بمخالفات كثيرة. المفروض موسيماني يتعامل ازاي معها زبا. نكون نفس لنفس النقطة. طيب. نروح للمدرسة المغربية برضو. احنا الاهلي لاعب الرجاء. الرجاء كان مميز جدا. خاصة مروانها دهودي. اللي تم تعمل عليها 8 حوالين 18 في الشوط الاول. بس في شوط 1. 8. 8 مخالفات ده كتير جدا. حوالين 18 سواء من العلمين او الشمال او من المواجهة. فده لازم تتجنبه. خاصة تاني. انت رايح تلعب مباراة. اه ملعب محايد. لكن الحكام مضغوط بالجماهير واو. فحيانت حسب مخالفات كتير حوالين 18. لازم تتجنبها. الماركينج وطريقة الماسك والشغل اللي انت هتعمله مع المخالفات. انك تحاول تقلل المخالفات. اللي وقوف نفسه. الاهل ايه اشتغلها بشكل ممتاز. هو بيلعب الرجاء. ياسر ابراهيم عمل جيم اكتر من ممتاز في مباراتي الرجاء. زهابا ايابا في الكرات الهوائية. كمان معام حمر عبد الميناء مميز في الكرات الهوائية. فانت تقدر تشتغل على ده وتقدر تمنع ده. لكن ليه استنى لما الخطر فانا موافقة جدا في قصة انه انا امنع المخالفة من البداية. علشان ما ما يبقاش الضغط عليا كتير انه وارد اغلط. وارد المدافع مهما كان واقف كويس. مهما كان مرحل وعمل المسك بشكل جيد. وارد انه يغلط واحدة او اتنين تعمل لك مشكلة كبيرة جدا في المباراة زي دي. تلعب على تفاصيل بصير. قبل المراحل المراحل ما انا سألك تحسن بيرسي تاو. تحسن استثنائي ولا تحسن هيكمل معي وهيفضل تطلع. ارجعك للسؤال ده. سألته من حوالي حلقتين. وقلت لي انه في ناس بتتكلم على البعد البدني. في ناس بتتكلم لك بيرسي تاو. نفسي. كنت معاك. عنده اه. كم اروا معي. بعد نفسي واضح جدا. عايز تعرف تأثير البعد النفسي. بيرسي تاو لم يتطور بهذا الشكل الكبير جدا فيه مباراتين في خلال عشر ايان. بيرسي تاو كان عنده مشكلة نفسية. وقعد معا بيتسو موسماني مرة ودين وثلاثة. لحد ما وصل في النهاية الى التوليفة النفسية. ان الراجل يتطور يتكلم مع زماله. بيرسي كان بيرسي يلعب لوحده. انا مش قادر اتكلم. مش قادر اتواصل عنده. مشكلة في التواصل الفني داخل الملعب. لا بيوقف وبيتكلم. كان حضرنا مباراتين ستيفو الرجاب من الملعب. ويوقف يتكلم مع اللعيبة. لو بصينا على الجونة التانية عشان نروح للمروان. الجونة التانية بتاع الشريف. الراجل بينزل في ديئة تسعين. بيعمل البرس. بيعمل التاكل وبياخد الكرة. وبيروح وباصس ومركز. يحطها لشريف قبل ما يوقف التسلل. فطبعا انا مستبشر جدا بالحالة اللي عليها بيتسو. لان الحالة النفسية اللي كان فيها اظن انه اخر. لا لا انا اتفل مع دكتور جمال. فكرة ان بيرسي تاول مشكلة ومشكلة نفسية. لان انت احنا مش بنقيمه كفنيا لانه وصل لمستويات عالية. لكن التعامل معه النفسي مهم جدا وتثبيته بقى. اللي هو لازم يثبت ان هو يلعب في نفس المركز ده. ونفس الطريقة دي مع التوليفة اللي هو حفاظها تبدأ مكملة في موتش الفايلل ده شي مهم جدا. منشستر سيتي هيخسر الدول وانا مش يخسر. اتمنى بس. ليفر بول هيخسر الدول وانا. ونفس السوائل. الامر بييد ستيفن جيرارد وكوتينيو ايه. ستيفن جيرارد رجل الساعة. بييد ربنا سبحانه تعالى بس في النهاية ستيفن جيرارد عليه تقديم هدية لم يقدمها كلعب في ليفر بول على مدار تاريخه. تخيل لما اقول جيرارد عمرو ما كسب بريميور ليج. لكن هو قادر على منح ليفر بول لقى بيستحقه وكلاب لقى بيستحقه. لان لما اقولك ان في اخر اربع سنين ليفر بول تخسر الدور مرتين بفرق نقطتين ونقطة. يا جماعة ده يعني زهر الرجل احيام لي اكتر من كده. ويمكن مشكلة كلوب الابدية اللي بوجد نظري هو ان جاء في حصر جوارديولا. يعني في بريميور ليج زي ما كانوا بيقولوا ان مش كاي كريستيانو اللي جاء في حصر ماسي. لكن فاحيانا تفوق عليه. برضو كلوب تفوق على جوارديولا فاحيانا كثيرا. لكن في النهاية صعب ان جوارديولا يفرد في الدوري بعد حتى اخرجه من الشامبيونز ليج لكن كلوب هيعمل عليه ويحاول يكسب ماتش الفاينل والاهم ان هو ما يخاطرش بصلاح. ما يخاطرش بفندايك علشان شامبيونز ليج المباراة الاهم في الموسم ولي في ايده. هادي الماتش اللي في ايده. لا مش اسألك انت هتشجع من في الفاينل. طيب. احنا كلنا عميني الكلام على سيما جيارد. من الكلام على مواجه منشستر سيتي وآستونفيل لاخر مواجهة. بس انا اعلان اكتر على ليبربول قدام ساوس هامتون قدام وارب ارامتون. المباراتين دور حيث ان ليبربول ممكن يخسر فيهم دي كات. خليني اقول لك ان في حاجة رغم ان هي عكسية في صالح في صالح ليبربول. لو كان السيتي خسر النهاردة وكان متأخر بهدفين معناية الشرط الاول. كانت ضغطة يبقى اكبر بكتير. هتسأل تقولي دي ازاي يعني فرقة تعدد ده. لانه محتاج انه انزل قدام ساوس هامتون وقدام وارب هامتون يسجل سبع تمنت جوال. صح. انما هلعب على قد المباراة زيما احيانا كل الفرقة الكبيرة بتلعب مباراة زي دي. انا محتاجة سجل هدف او هدفين انهي بهم المباراة. اعتقد ان على الاقل مباراة ساوس هامتون هتكون في متناول ليبربول. هيخلص المباراة عشان على الاقل يخلي جماهيره راضي رضا تام ان هو بيوصل الى المباراة المباراة الاخيرة في الدوري ولم يتم حسم المواجهة. ويلعب بقى هو والقدر وتوفيق استون فيلا وتوفيقه هو قدام وارب هامتون. لكن اعتقد ان ليبربول بعدما يتجاوز ساوس هامتون هيبقى بيفايت للحظة الاخيرة بحسب سير نتيجة مباراة استون فيلا سيتي. عيسا كنت وقتين على لقطة صلاحة برحمة موامتون. نفعش عدي كده. اي حد يعد كده. كل شو نفكر الناس بيهو هنا اعرف الفيديو تاني. الفيديو ده لازم يعرف ان خليه انترو يعني تقول وقت موجود فيديو عظيم وفيديو تاريخي رأيك يا موامت. الرأيك يا موامت رأيك يا موامت. لا يعني فيديو عظيم جدا من صلاحه يعني لقطة عظيمة منه ان هو في عز فرحيته كده يكون هو بيتعامل بشكل جميل مع مؤنة يتأثرت وصلاح الشيء. ومروان دمع كده. لا يعني يا ربنا يشفي ربه ويرجاو السلامة وحركة عظيمة من صلاح طبعا ومن لعيبة ليفر بول بقي بس جمال مفيش بعد كده جمال يعني فهين? عدى الخيال خيال مشهد زي ده يعني خطف الاضوار من برح من صعود الاهل للنهاية خطف الاضوار من نفسه بالكاس خطف الاضوار من كل حاجة بصلاح. لا تخالي رأيك يا جمال لا شيء يعلو الانسانية ده اللقطة الانسانية الابرز في تاريخ محمد صلاح. محمد صلاح عمل كل حاجة في الكرة. محمد صلاح قدم كل شيء يجعل كل الجمهور المصري فخور به كلاعب كرة قدر انما لقطة الانسانية كانسان انه بيساند زميل ليه دون اعلان دون ترتيب لمجرد انه مؤمن موجود في انجلترا عشان يكمل رحلته العلاجية بشكر محمد صلاح جدا 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 على ما اطفاء على مسيرته المهنية كلعب كرة قدم واتمنى انها تستمر بإذن الله لأعوام كتير. عشان اللعاية ده تمام؟ تمام؟ خلي محمد صلاح بي اخو دولة ابتالة أوروبا يعني يا عشان خاطر النهار حلوة يكسب بقى دولة ابتالة أوروبا انت تعطيطني اكتر كده هدوس عليه جامد عشان الناس تبقى عارفة مروان من كبير كبير مشجع في العالم يعني مش في العالم يعني من الناس اللي بتحب الهامة ده بيكترى قوي متشوفوه شوه بفراجة وانشاطة الهامة ده بيبقى حاجة تانية خالصة فدلوقتي بنقناعه انه يشجع بقى صلاح وليفر بول في النهاية في النهاية صلاح يعني مش بحتاج اقول انه هو عظم لايه في تاريخ مصر واللقطة اللي عملها دي هي اللي بتبقى في النهاية يعني تاريخه طبعا الكروي مش بحتاج لا مروان ولا اي حد يتكلم عنه لكن في النهاية اللحظات الانسانية دي اللي هو هي دي اللحظة اللي بتقربك منه اكتر وبتحسسك انه هو مهما وصل للمراحل من التفوق والنجومية هو افضل اللح في العالم يعني انه هو ما بينساش زميله وصحابه فضلة ايتيم تمام وفي حدث بيحصل دلوقتي في ايطاليا من ناس معاديا يعني عشان احنا مزحومين في انجلترا وفي الدولة الابطالة الوربا وفاسباني بس ميلان بياخد دولة يا رب ميلان بياخد دولة اه مش اجعش ميلان عملي بس يعني بس ميلان تاريخ طبعا ميلان نستا ومالديني وكوستاكورتا وديدا حتى لو ما شجعتش ميلان يا كريم لازم توقفرحان دايما بعودة فريق بحجم الميلان يطفي الكثير على الدول الإيطالي يطفي الكثير على مدحة الكورة في العالم انه اس ميلان ونكهة اس ميلان في الكورة الإيطالية وفي الكورة عموما من وقت الايام الخوالي بقى ليهم يعني انه يرجع تاني ويكسب الدولة انا عمري ما شجعت الميلان لكن متعاطف معهم وبشدة انه ميلان يتوق بالكالتشوسن ومع زلتان أبراموفيتش اخر مرة يعرف اللاس دانسة والرقصة الأخيرة لزلتان وبيولي بعد ما كان حيمشي ورجنك حييجي فيكمل ويوصل للمسيرة دي لحيبة كلها بتعمل مسيرة قوية انا مبشجعش حاجة حد في إيطاليا خالص يعني كنت وشجع مورينيو بس يعني كمورينيو اي مكان بس في الوقت من الوقت ده جماعة ميلتو جنة يعني طبعا يعني أنا وجمال التأمارة لسه صغير شفر دول إيطالي ده كان أقوى دوري في العالم جنة أخرة القادم نجوم العالم وموسطين العالم يدعبوا في الدول إيطالي كاكا ميلان شفتشينكو ستام مالديني نستا ديدا وما قبل كل نجوم منتخب هولندا ريزام عدوا 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 على اسمين ميلان وينتر برضو عندهم مواجهتين اخر جولة لو ميلان خسر انت رايخد الدوري بالمناسبة او لو تعادل ميلان يتوق بالدوري اعتقد انه الدوري خلاص بالتسعة وتسعين في المية قريب جدا 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 من اسم ميلان اعتقد ممكن نبارك لهم من بدرية جمعات شرفتنا حبيبك كالعادة بخصوط ان مرانات شرفتنا حبيبك كالعادة شكرا جزيلا ده كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 قبل ما اختم مليون تحية لإدارة النادي لأهل الكهارات اللي خدها النهاردة كهارات موزونة كهارات رائعة وزيما قلت في الأول هي كهارات أقرب للمثالية لم تكن مثالية كمان كهارات زكاية ومحترفة جدا من إدارة النادي الأهلي كل التوفيق للنادي الأهلي في نهاية دولة أطار الأفريقية يلعب في أي مكان النادي الأهلي هو الكبير هو كبير القارة الأفريقية كل التوفيق لي بإذن الله نشوفكم يا رب على الفخير